موسيقى 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 اسبوع عظيم مرت به الكرة المصرية الاهلي بطلا لأفريقيا ومنتخم مصري لكأس الأمم إنجازات نفرح ونفخر بيها والأهم نبني عليها موسيقى 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 أبطل أفرج يا أولادها يا عالم بلاجين وإذنه هنوصل جاسي العالم بلاجين بس انت روم الله بلاجين الله 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 بلاجين في اتقع والسجد وعون الله بلاجين في أسبوع واحد فرحنا بمنتخم مصر والأل فرحنا وكنا فخورين كالعادة إنجازات كبيرة وعظيمة وحتى لو معتادة فكنا محتاجينها نجلت ذاتنا بكثير من المنطق في أحيان كثيرة لكن نجلتها أكثر في أحيان أخرى دون عزبان منطقة وعلشان كده كل وقت اللي نفرح ونفخر فيه وما ننساش أبداً إننا ككرة مصرية لسه طبعاً محتاجين تطوير كبير شوفراً لكل واحد خلانا فخورين ومسططين لأسبوع ده ويا رب دايماً الكرة المصرية تبقى فوقه في القبر يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بحشتوني جداً 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 الأسبوع الماضي من حسن الحظ كنت موجود في المغرب كنت موجود مع النادي الأهلي كنت موجود مع منتخب مصر عشت شخصياً واحد من أهم أهم الأيام اللي عشتها في حياتي في هذا العمل عمل إعلامي شاهدت عن قرب كيف نجح النادي الأهلي وكيف نجح منتخب مصر كيف نجح النادي الأهلي في الفوز بدورة أبطال أفريقيا وكيف نجح منتخبنا الوطني في حسم تأهله لكأس الأمم الأفريقية أيام عظيمة وأيام رائعة عشان كده قلت النهاردة بعد انتهاء هذه الأجازة أجازة العمل لما كنا في المغرب حبيت أقول لكم كثير من الكواليس كثير من الأسرار والأهم كثير من المشاهدات الحية لناس بتشتغل بضمير لناس عملت مجهود عظيم سواء في النادي الأهلي ممثل مصر الكبير العظيم اللي بيشرفنا دايماً في البطولات الأفريقية وأيضاً بالنسبة لمنتخبنا الوطني المنتخب المصري الأول نبدأ من حيث بدأنا النادي الأهلي نادي الأهلي كان عنده مباراة مع الوداد المغربي في إياب نهاية دورة أبطال أفريقية حركوا معارفين الكصة والحكاية كسبان 2-0 في مباراة الزهاب هدف يدخل في مرمى النادي الأهلي في آخر خمس دقائق يعقد الأمور بعض الشيء والنادي الأهلي يرجع أو يروح المغرب وياخد البطولة من ملعب الوداد من ملعب محمد الخامس الصعب جداً بأداء محترم تحديداً في الشروط التاني هنتكلم عن الشغل الفني واللي عملوا مارس الكورر مع اللعبين كمدرب وتطوير اللعبين وتطوير الشكل الفني وكلام كتير هقوله على مارس الكورر النهار بس هل أقولك شوية مشاهدات الأول أول حاجة أول حاجة وهي شهادة حق شهادة حق إمتى؟ لما رجعت مصر ما قلت ياش وانا في المغرب هقول هلك وانا قاعد في مصر هو وسطيق عشان ما تفكرش هو كريم بيقول كده ليه أو بيجامل ليه ولا حاجة أنا هو أنا معاك هو وسطيقه إحنا كبعثة إعلامية كبعثة النادي الأهلي كبعثة منتخم مصر شفنا أفضل تعامل ممكن من الشعب المغربي إيه الجمال والروعة دي؟ إيه الاحترام ده؟ إيه التقدير الكبير جدا لكل ما هو مصري؟ إحقاقا للحق بقول إحقاقا للحق هاش تبقى شهادة هتقول لي يا كريم احنا شوفنا فيديوهات على السوشيل ميديا مش عارف بيعملوا إيه بره الملعب وعملوا إيه مش عارف إيه لا لا سيبك سيبك الحاجات بتاعت الجمهور اللي يعملها 3, 4, 5, 10 سيبك أما كلمك على شعب محترم بجماهير الوداد بالناس اللي كان بتقابلك في الشارع بالناس اللي سهلت دخولك للملعب من الناس اللي بعد المباراة هنتك وبركتلك ما عملتش أي مشكلة مفيش حتى إساءة من بعيد لبعيد مش هقولك مثلا الناس جاية تخلي معنا لا مفيش حتى إساءة من بعيد لبعيد الناس تقابلك في كل مكان بعد المباراة تباركلك طيب مش هيها واحدة واحدة أول حاجة رايح أنا وزملائي من الصحفيين المصريين لملعب المباراة وأنا كان الفندق اللي أنا قاعد فيه كان بجوار الاستاد فراحين ماشي على جدان عشان طبعا دخول العربية فيه تقفيل وفيه شغل أمني محترم وتحية تحية الأمني المغربي تعامل عظيم مع الجميع بصراحة تعاملوا معنا بشكل محترم وبالتأكيد تعاملوا مع الجماهير المغربية بشكل محترم بس كانوا الأمور منظمة وسهلة ما فيهاش أي أزمات وإحنا رايحين انت ماشي إحنا ماشيين تلات أربعة وسط جماهير الوداد نتحدث وبنصور وبنتكلم مع الناس وإحنا رايحين المباراة والله ما فيه حد حتى حد بيقولك كلمة ده ما هتقيل لا لا كل الناس بتساعد وكل الناس رائعة جدا وإحنا داخلين للإستاد طبعا دخلنا بسؤولة ويوسر شديد يعني دخلنا الملعب بدأت شوفت منظر شفت قبل كده بصراحة بس يعني المرة دي كان المنظر مختلف كتير أفضل يعني جماهير الوداد بص الدرس بقى بص النموذج أنا في رأيي أن جماهير الوداد واحدة من أفضل الجماهير في العالم مش بس في المنطقة الأفريقية منظمين جدا هتفتهم زكاية جدا مرتبة وفي توقيتاتها يعني إيه في توقيتاتها يعني إمتى أضغط على المنافس إمتى ساند فريقي إمتى أعمل شوية الحاجات اللي أنتوا عارفينها يعني بغض النظر إحنا مختلفين عليها بس حتى الحاجات دي لها توقيتات مش اللي هي بتتعامل وخلاص إمتى شجع قبل المباراة وإمتى هدى وريح عشان لما تبدأ المباراة شجع طول التسعين دقيقة تحس إنهم قبل المباراة على كل نص أنا بس كنت موجود في الإستاد قبلها بتاتة أربعة ساعات كل نص ساعة كده يقعد تاني ما بيكملش بقى اللي هو الزيابة بتقول كده إيه بيسخن بيدي بروبال اللي هيعمله في المباراة ويهدى طيب يشجعوا بنظام يعني إيه يعني مثلا مش حد يقول وداد وداد والتاني روح أقيل أغنية تانية في المدرج النحى التانية لا لا كلهم بيغنوا في صوت واحد في صوت واحد ويدبدبوا على الأرض كده دبا تخلي الإستاد رعب أنا أول تلت ساعة من المباراة كنت مشفق جدا على لعيبة النادي الأهلي وكنت مقدر جدا حالة الاهتزاز النسبة اللي كانت عند لعيبة النادي الأهلي في الأول في الأول بس تخطوها الحمد لله بس تشجيع خطير صعب جدا انت قاع في المدرج ومتوتر جدا عندك توطر بشكل كبير جدا والموضوع من أغبطك حط دي على جنب معلش هعمل فلاش باك بسرعة عشان لازم أبدأ بيها فلاش باك بسرعة في المؤتمر الصحفي اللي هو قبل المباراة اللي كان فيه مارس الكولر وكان فيه محمد الشناوي من النادي الأهلي وكان فيه من الوداد فاندن بروك المدير الفاني الوداد وياحي جبران كابتن الوداد كانوا الصحفيين المغربة وده برضه لها علاقة بالزكاء اللي بيعملوا الجمهور بيضغطوا كتير قوي على مارس الكولر والشناوي في الأسئلة أسئلة قد تبدو إنها ممكن تخليك تخرج عن شعورك أو تركيزك هم قصدين هم فاهمين أنا أعطلعك برا المباراة تتلاقي سؤال مثلا يتسئل ليه مارس الكولر أنت الفرقتك المباراة اللي فاتت اللي هي مباراة الزهاب كان عندكو خطأ فادح جدا تسبب في هدف للوداد فمارس الكولر بمنتهى الزكاء مارس الكولر ليه فقرة الواحده النهار مارس الكولر بمنتهى الزكاء يرد يقول أي فريق في العالم بيبقى أثناء المباراة عنده أخطاء ولو اعتبرنا أنه ده خطأ تسبب في هدف ضدنا فالوداد دخل في مرموم هدفين يعني أخطاء في المباراة كانت أكتر وهب وسكت قالوا له بس خب بالك جمهور الوداد هيمنى المدرجات وجمهور الوداد هيكسب الوداد وجمهور الوداد هيكون له عامل السحر في هذه المباراة قال لهم إحنا نحب نشوف الجماهير نستمتع بالجمهور الوداد وكده كده المباراة بين 11 لعب و 11 لعب في أرض الملعب ما هو خارج المستطيع اللي أقدر إحنا ملناش علاقة به ما بيأثرش فيه ولا بيضغط علينا محمد الشناوي تسأل برضو كان رده زاجي جدا الوداد بيمثلكم عقدة حد من السادة الصحفين المحترمين بيقول لكابتن النادي الأهلي النادي الأهلي كبير الكارة الأفريقية صاحب أهم وأكتر البطولات في الكارة الأفريقية بيقول له الوداد بيمثلك عقدة عشان كان الوداد كسب لها لفاينال 2017 وكسبه في فاينال العام الماضي فمحمد الشناوي قال إحنا الأهلي ما منبصش للماضي ولو بصينا للماضي فهنبص على 10 بطولات كسبناهم في دوري أبطال أفريقيا قبل 11 طبعا عشر بطولات كسبناهم في دوري أبطال أفريقيا بس هنبصش للمادق إحنا الأهلي نبص على اللي جاي على بكرة فيه إيه هنكسب إيه بكرة مش بنبص إحنا كسبنا إيه رد في منتهى الروعة والزكاء من محمد الشنة بالمناسبة برضو قبل ما سيب الفلاش باك ده اللي احنا رجعنا بيه قبل ما نروح المدرجات مراني الأهلي أنا حضرته اللي هو المراني الرئيسي اللي قبل المباراة بيوم والمراني اللي قبله بيومين كان فيه حالة معنوية رائعة جدا من كل اللعبين كان فيه زكاء من مارسل كولر زكاء كبير جدا في التعامل مع اللعبين وإزاي يحفزهم وإزاي يحسسهم إن المباراة مش قلق اللعبين كانوا بتكلمهم مع بعض كان فيه ابتسامات وفيه ضحك وفيه هزار في التمرين ما حسش إن فيه ضغط أو خوف من اللعب النادي الأهلي دي بس ملحوظة على الهمش نرجع تاني ليوم المباراة مدرجات جامعية للوداد سخونة وإثارة وحماس وواواوا وإحنا قاعدين في المدرج المخصص أنا ما كلمك أنا وثلاثة من زمالي أنا بقولك العذب بزر ثلاثة من زمالي الصعفيين قاعدين في المدرج وكل اللي حوالينا من جماهير الوداد لحد دايقك ولا حد زعالك ولا حد عمل لك أي حاجة كلها احترام وكلها معاملة عظيمة جدا بدأت المباراة بدأت المباراة وأنا حسيت أنه لسه لعبة النادي الأهلي في شوية ضغط والوداد كان مسيطر شوية بس دون خطورة كبيرة أو هجمات كثيرة على مرمى محمد الشيطان بس في ضغط على لعبة النادي الأهلي في الاستلام والتسلم والتحركات والبوزيشن متعلعبين وأماكنهم من فوق كده كنت شايف أنه الدانية مش متربطة كويس لسه ودخل الهدف ودخل الهدف يا خبر على منظر الاستاذ يخوف يرعب يرعب تمام هم نتكلم في حوالي 40 ألف مشجع كانوا موجودين فالسوت كان عالي جدا فيه بقى قوة جماهي الوداد في الناحية الشمال درجة التالتة شمال فيه بقى ناحية التالتة يمين كان فيه مدرق كده من الأمن المغربي يمينا ويسارا متحاوط فيه جمهور النادي الأهلي حوالي 2001 أنا بحكي لك أنا ليه حكيت لك بالتدرج ده جمهور الوداد صوته عالي جدا جدا الصفافيلي اللي كان بيصفرها ولعبت النادي الأهلي مسك الكورة تخرم الودان تخلي ودانك تصفر النحاة التانية ألفين واحد ألفين واحد يا مؤمن من جمهور النادي لأنني بقولك ألفين بالكتير من جمهور النادي الأهلي صوتهم بيرن في الاستاد أحنا ألفين واحد قدام أربعين ولا خمسين بس صوتنا مش هيسكت صوتنا هيرن هي تفات ومسندة للنادي الأهلي إليأت بعد الهدف إن الجمهور ببص على الجمهور النادي الأهلي هيهدى بقى أو هينكسر أو هيحبط ولا الهواء تشجيع كبير ما توقفش وصوت عالي أنا سامع جمهور النادي الأهلي أنا حتى بقولي زمايلي هو صوتهم طلع إزاي صوتهم طلع دي صعبة جدا إن صوتهم يطلع وسط المجموعة دي اللي ما بتوقفش أبدا في التشجيع جميل وداد مفيش دقيقة دقيقة واحدة بس جمهور الوداد صوته سكت مفيش مش هتلاقيها لما يقولك إيه تسعين دقيقة تشجيع لأ تسعين دقيقة بلوقت الضاية تشجيع مفيش ورغم كده جمهور الاهلي كان عامل ملحمة عظيمة جدا ومحترمة جدا بمنسبة جمهور النادي الأهلي هرجعلك للمباراة أنا عايزة أوديك وجيبك كده عشان تقاييش معايا اللحظة بالزبط قبل بداية المباراة على طول كان فيه موقف رائع جدا من حسام غالي عدوا مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة في هذه المباراة حسام غالي دخل المدرجات ومعه مجلس إدارة النادي الأهلي وكانوا رايحين يعودوا في المكان المخصص ليهم وكان فيه زي سوء فهم هم مفهود يعودوا في المكان دوت ولا لا فالمنظمين قالوا لهم لا أنت مش مفهود تعودوا هنا أنت مفهود تعودوا هنا فمجلس إدارة النادي الأهلي قال لا احنا عايزين نعود هنا دي صورة دي صورة خاصة لنا جمعة دي صورة خاصة لنا شايفين هو مجلس الإدارة مالموم حول المنظمين وكان فيه شوية دي حتى بالمناسبة المهندس خالد مرتاجي شاولي بإشارة يعني اللوامي تدايق من التنظيم يعني ومن الشكل بس بالمناسبة مع الوقت طلع المكان ده مخصص للضيوف اللي جايين من برة وكان الكابتن محمود وخطيب رئيس النادي موجود فيه وكان كبار الضيوف اللقطة دي بقى حلوة خليك معاي بقى في اللقطة دي عشان دي مهمة عاوش فيك خلاف كان الناحة التانية على الاماكن بتاع مجلس الإدارة حسام غالي سابل القصة دي وراح دلوقتي الخلاف اللي انت شايفه دوت على ايه بقى؟ على المكان المخصص لجمعين النادي الآلي قال لهم ان جمعين النادي الآلي مفروض تقعد هنا وتقعد هنا يعني هو بيشاول الاماكن اللي كان فيها جمعين النادي الآلي ومنظمين احقاقا للحق تعاملوا باحترام شديد في هذا الامر بس حسام غالي كان متعصب جدا عشان جمهور النادي الآلي يعني ما قالتش ايه انا هشوف بس المكان بتاعنا ومجلس الإدارة ومش مشكلة جمهور النادي الآلي انا بس بقولك الصورة اللي انت حريك شايفها ديت انا اللي مصورها بنفس يعني انه حسام غالي واقف شايف انت السيدة اللي قاعدة داحت دي السيدة المحترمة اللي قاعدة داحت دي بتشوف التذاكر من اللي قاعدين وهتلف تمشي عليهم عشان تحاول تريح حسام غالي او ترديقه وبص مشينهم بيشوفوا التذاكر انتوا صحة والغلط مين بقى اللي راح يعمل دا بنفسه حسام غالي رئيس البعث قاعدوا مجلس إدارة النادي الآلي واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ النادي الآلي دا قبل المباراة المشهد دا يعرض لحضراتكم لأول مرة حسام غالي يتمسك بحق جمعين النادي الآلي في أماكنهم في مدرج محمد الخامس وكان متعصب للغاية بس بصراحة عشان برضو يبقى أمين المنظمين تعاملوا باحترام شديد جدا جدا مع كل ما هو يخص النادي الآلي حتى لو كان فيه سوق فهم في الأماكن وفي التنظيم وفي الأماكن اللي ممكن يقعد فيها أعضاء المجلس أو جماهير النادي الآلي كان فيه شوية عصبية هنا وانتهت في الآخر على خير دي نقطة كانت قبل المباراة طيب لرجع تانش للمباراة هدف سجله الوداد وبدأت الأمور تتوتر جدا بالنسبة لجماهير النادي الآلي أو للمتابعين أو إحنا كمصريين من بعث العالمية شايفين اللي بيحصل إيه بصراحة شديدة قبل المباراة سألت أحد أعضاء الجهاز الفني بتروا هل مارس الكولر هيعمل مفاجأة في تشكيل النادي الآلي قال لي كده قال لي لأ مارس الكولر مش من المدربين اللي يعمل شطحات في مباريات كبيرة لأ هيلعب بالتشكيل والقوام الأساسي عشان كده شفت التشكيل اللعب مباراة الزهاب باستثناء دخول محمد شناوي يعني بعد ما تعافى بدلا من مصطفى شوبير وما عملش فعلا أي تغييرات في التشكيل بس قال لي قبل المباراة برضو نفس المصدر اللي في الجهاز الفني قال لي مارس الكولر بيفضل آري كل ديئة في المباراة وما عندوش مشكلة يطلع أي لعب من المباراة أو يدخل أي لعب في المباراة بيقعد يقرأ كل التفاصيل الهدف لما جه بتاع الوداد هجيلك على نقطة مارس الكولر تاني بس الهدف لما جه بتاع الوداد كان فيه لعيب قاعد على الدكة ودي برضو هتسمعوها لأول مرة النقطة اللي أقولها دي هتسمعوها لأول مرة فيه لعب من دكة الأهلي لقيته جري على الخط بيتكلم لعبت النادي الأهلي بحماس وماسك واحد واحد تعال أقول لك ويكلم فلان وإنت لسه كتير ويسقف لهم مين اللعب ده يا جماعة أنا عايز الديني بس يوش عشان هو من الديني يظهر ومش ياخد بالي من بعيد يعني يلف قال إيه مين محمد مجدي أفشا والله أنا بقول لك مشاهدات عن حق يعني محمد مجدي أفشا جري بعد الهدف محمد مجدي أفشا اللي بيقض على الدكة كتير في الأهلي الفترة الأخيرة وهو أساسي دايما كان في النادي الأهلي أول واحد جري على زميله يحفزهم ويحمسهم ويقول لهم لسه بدري كان محمد مجدي أفشا عجبتني دخلت أنا كتبت ساعتها على تويتر على طول قلت محمد مجدي أفشا إن شاء الله كتبت كده محمد مجدي أفشا إن شاء الله ليه؟ فكرت إنه هو داخل المباراة قوي مركز في المباراة مش قلقان مش خايف بالمناسبة نزل محمد مجدي أفشا الشوت التاني ونزل عمر السلية الشوت التاني ومن اللي خرج خرج حسين شحات خرج مرونة عطية كما كان الأسماء الكبيرة اللي متعلقة الفترة اللي فاتت لما نزلوا كانوا نقطة التحول في المباراة هتقول لي إزاي ما هو أفشا ما أجابش جول مسلا وعمر السلية ما أجابش جول ده محمد عبد الميناء ما هو اللي جاب الجول بكرة سبت لا كل تمريرة وكل خروج بالكرة سليم كان بيجي من محمد مجدي أفشا وعمر السلية اللي قال لي كان عنده مشكلة كبيرة وده اللي كنت بقوله لك بقى أنا ليه دخلتك محمد مجدي أفشا في النص ده اللي كنت بقولك من شوية نمارس الكرة بيبقى قاري كويس أوش اللي قال لي كان عنده مشكلة كبيرة في الخروج بالكرة من المنطقة الدفاعية للمنطقة الهجومية لا نزل لي بقى اتنين بيعرفوا يخرجوا بالكرة كويس جدا محمد مجد قفشة وعمر السولية نزلوا محمد مجد قفشة عليه نازل ياخدوا الكرة من ياسر إبراهيم ياخدوا الكرة من محمد عبد المنعم نفس أمر عمر السولية يدي سروهات ينقل اللعب شغل فني محترم كبير عملوا مرس الكرة في الشوء الثاني الحكاية ما كانتش كرة سبتة وخلاص سجل منها الأهلي هدف ما قبل هذه الكرة السبتة وما بعدها الأهلي عمل شغط محترم جدا قدام الوداد طيب نقي بقى في لحظة الهدف اللي سجلوا النادي الأهلي لحظة هدف محمد عبد المنعم حضراتكم حسن ما عرفت بعد كده أنه انتوا بشوفتوش الهدف في التريفزيزيو أو أغلب الناس يعني ما شافوش الهدف هو بيخش هو لا احنا لقينا بيقولول يعني لقينا الكرة في الشبكة واللعيبة بتحتفل فاحتفلنا نفس الأمر ده حصل معنا في المدرجات أنا قاعد في المدرج الكرة سريعة جدا حركة رأس محمد عبد المنعم أصلا يعني هو بعيد عن المرمى أنه وديها في الزاوية كل التفاصيل دي اللي شفتها لما شفتها في الإعادة يعني صعب تتخطف بعنيك المجردة من أول مرة سواء كنت في الملعب أو كنت على التريفزيون أنا شفت اللعيبة بتحتفل طبعا أنا وزمائلي يه جيب نجون تعب بقى تحت ضغط كبير جدا الأهلي جاب جولة يا جماعة فبدأنا إيه تلقائيا أن نفعل مع الهدف الطبيعي بعد اللي انفعال ده يحصل إيه هتبص على يمينك وعلى شمالك وتشوف إيدين بتتحرك وعيون بتترقب ولا الهوى ولا حد دايقك ولا حد زعالك ولا حد قالك يا أتشاء الله هتخسره وأتو مش عارفوا إيه وأنتو إيه ولا الهوى عيش مع فريقك وعيش وسبني عيش مع فريقك ببساطة بعد الهدف الأهلي ميسي كورة تحسنة كثيرا وأتكلم عن الأمور الفنية بس الأول أشرح لك أو أقول لك أو أحكي لك الكواليس يعني لا ليتحسن كثيرا جماهيل وداد ما فتش عن التشجيع فضلت تشجع وتساند وتدعم وكل شيء حصل طيب خلصت المباراة خلصت المباراة جماهيل وداد في ديات الساعة أنا ليه بشيد النهاردة بجماهيل وداد ليه كريم أنت جايت بالي أقوي في جماهيل وداد لا أنا بشيد بجماهيل وداد قوي عشان أقول لك حجم الإنجاز العظيم اللي عملته لعبة النادي الأهلي وجهازهم الفني الضغط ده لا يتحملوا إلى لعبة النادي الأهلي بخبراتهم العظيمة وجهاز فني رائع مش سهل أجماعة ما تقوليش إيه معادي يا أم والأهلي بيكسب بطولات كتيرة لا البطولة دي كانت صعبة جدا 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 الضغط ما كانش طبيعي على لعبة النادي الأهلي وجهازهم الفني فأنا بكبر وتكبير حقيقي وصحيح من جماهيل وداد واللي عملته في المباراة عشان أكبر أكتر اللي عمله النادي الأهلي اللعيبة وجهاز فندي رائع رائع فيش أي عزة فيش أي مشكلة فيش أي حكاية خالص بالمناسبة فنيا أنا قلت الكلام ده بعد مباراة ساندونز على طول يعني الحلقة اللي كانت بعد المباراة المباراة خلست اللي هي ساندونز المباراة بتاعت الخمسة طلعت وقلت يا جماعة مارس الكولر مدرب محترم مدرب كبير وأنا بقولي الكلام ده والأهلي خسران خمسة عشان ما يتقلش إنه كولر حلو لما بيكسب لأ الراجل ده قبل مباراة ساندونز كان عامل أداء رائع مع النادي الأهلي بعد مباراة ساندونز عامل أداء رائع مع النادي الأهلي وفيه استثناء في النص مباراة تسعين دقيقة ما كانش فيها توفيق لكن الأهلي واحد من أهم مما كذبه في السنوات الأخيرة هي مارس الكولر ومع كامل اللي احترام مش هنتقد اللي بيقوله كده هقول رأينا يعني كل واحد حر في رأيه فنيا مارس الكولر أفضل مدير فني في رأينا أنا أنا ده رأينا بس أفضل مدير فني جيل نادي الأهلي بعد من والجوزي فيه ناس تقول لك لأ بيتس المسلمين النجاحات الكبيرة طبعا فيه ناس تقول لأ ضايلر الأهلي كان بيلا معاكورة ممتعة طبعا بس الراجل ده راجل ناجح جدا هتقول لي ناجح ليه بتقولي الكلام ده ليه بأفوارة يعني وشايفه أحسن مدرب بعد من والجوزي هقول لك أن الراجل ده هو أول مدرب في تاريخ النادي الأهلي أول مدرب في تاريخ النادي الأهلي من أول موسم ليه يحصد كل البطولات من أول موسم هتقول لي مواني الجوزي عمال لبك مش أول موسم ده أول مدرب في تاريخ النادي الأهلي يحصد كل البطولات طيب هي قصة بطولات بس لأ ما هو في جملة شهيرة قوي بتقول إيه وهان كنت أنا مش مقتنع بيها أنا شايف أن المدرب بازي بقى كويس الجملة الشهيرة بتقول إيه أنه أي مدرب بيعدي من جنب النادي الأهلي بياخد بطولات ده لازم يقدر بكويس برضو ما لو مدرب مش كويس مش ياخد بطولات مارس الكولر خد كل البطولات بصديف على ده بص على التطور الفردي اللي بقى عنده كل اللعبين محمد هاني ده محمد هاني قبل مارس الكولر لا محمد هاني ده حكاية بقى حكاية محمد هاني هو محمد هاني لا حمدي فتحي هو ده حمدي فتح اللي قبل مارس الكولر لا حسين الشحات تفاكر أمؤمن حسين الشحات ده من ساعة منضمن النادي الأهلي الجميل ما كانتش مستحملاه حسين الشحات بقى أهم ورقة في النادي الأهلي بيرسي تاو اللي جابه بيتسو موسيماني اللي جابه موسيماني ما كانش بيلعب كده مع موسيماني زي ما اتطوره بقى أداءه رائع مع مارس الكورر شوف النهاردة شوف النهاردة بيرستاو وبيلعب مع جنوب أفراقيا قدام المغرب رابع العالم عامل ايه أحسن لعب في المباراة بالمناسبة يعني والجنوب أفراقيا كذبت المباراة كنا تمنى طبعا إن المغرب تفوز بص على كريم فؤاد قبل ما يتصاب بص على كهرابا اللي كان غايب 7-8 شهوره بقى هداف النادي الأهلي بص على طهر محمد طهر قبل ما يتصاب ومستوى يتراجع بص على مروان عطية والإضافة اللي عملها في تشكيلة النادي الأهلي بص على محمد عبد المنع مياسر إبراهيم السنائية العظيمة دي بص على كل اللعب في النادي اللي هتلاقيه على مستوى الفردي بقى رائع جدا طيب على المستوى الجماعي لا النادي الأهلي بقى فريق مرعب ليه بقى فريق مرعب بقى عامل فاكرين من فترة طويلة كده قلت لكم أنا نفسي شوف الأهلي والزمالك كده في أفراقيا ينزلوا يبقى عاملين زي مانشستر سيديو برشلونة إحنا كبار الكارة إحنا ننزل نكسب أي فرقة ونضغط عليها ونهاجمهم في أي مكان في الدنيا فأنا كنت مستني الأهلي يبقى كده ما كنتش ببقى حابب أداء النادي الأهلي حتى مع البطولات اللي اكسبها السنوات الأخيرة وهو في مباريات قدام فرقة سهلة بيخافوا بيدافق أو بيقلق أو بيبقى عندهم شوية مشاكل فنية لأ ده الأهلي بتشكلته بجهازه الفني بتاريخه العظيم ينزل يأكل أي فرقة قدامه ده شفته مع مرسي الكور شفته فالأمور بقت أحلى كثيرا بقت أفضل كثيرا عايزة شيت كثير أوي بمحمد هاني اللي عمل بطولة عظيمة جدا اللي عامل موسم عبكري جدا واحد من أكتر اللاعبين اللي تعرضت لضغط وانتقادات وفيه منها كثيرا كان يستحقها بالمناسبة بس هو تعرض لنبعض المبالغات محمد هاني الآن أفضل ظهير أيمن في مصر بلا منازع يعني هو الوحده مع كامل الاحترام لباقي اللاعبين بس هو بعيد يعني على الأقل هو بعيد بكم درجة عن باقي الناس اللي بتلعب في مكانه عايزة شيد جدا بمهرانة عطية واحد من أهم الركاز اللي كسبت النادي الأهلي البطولة عايزة شيد ببيرستاو كواليتي مختلف كواليتي لعب عالمي جدا وظهر الكواليتي الحقيقة بتاعه مع مارس الكورو عشان كنا شايفين ده بالمناسبة شو حانتش يقول لي وانت كنت شايف كده من بيرستاو سيرين الفات لا بس مع مارس الكورو ظهر كواليتي لعب عالمي حسين الشحات والقامباك التاريخي اللي عمله عايزة شيد جدا 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 من محمد الشناوي قائد النادي الأهلي وتعاملوا مع الضغط وتعاملوا مع هذه المباراة بروعة الحركة الشيك المحترمة اللي عملها مع مصطفى الشبير وبيدينه المدالية في أسلام المداليات مصطفى الشبير كمان لازم نشيد به من مباراة الزهاب شال مسئولية صعبة جدا احنا أشدنا كسيرة بمصطفى الشبير بس نشيد به تاني شال مسئولية في منتهى الصعوبة وضغوط في منتهى الصعوبة وعمل مباراة كبيرة جدا مباراة الزهاب اسم سايبه في الآخر شوية طبعا بقى اللعيبة كلها كل لعيبة النادي الأهل الرجالة بقى حمدي فاتحة وقاليو ديانج وعمل السلية ومحمد مجد قفشة وشريف وأي قطاع المحمد طار وإحمد عبدالله أي لعب كلهم رجالة وعمل وبطولة عظيمة جدا وياسر إبراهيم كمان عمل بطولة عظيمة جدا في لعب كمان هو محمد عبد المنعم عريس اليوم ده صاحب الهدف ده بالتخصص علي معلول محمد عبد المنعم دلوقتي بقيت علي معلول محمد عبد المنعم شبهها بالضبط محمد عبد المنعم تعرض لانتقادات كثيرة في مباراة الزهاب والناس قالت إنه كان مستوى مش جيد والناس قالت لك إيه عنده ثقة مبالغ فيها عنده غرور يعني من الآخر وأنا رأيي في الموضوع ده جماعة واسمعوه أرجوكم تسمعوه ولعل لو عسى يكون يلفت النظر لحاجة إحنا تعبنا في الكرة المصرية من المدفعين الخوفين آه يبقى يقولك إيه المدفع ده راجل جدا بس بيخاف بيخاف تيجي له الكرة الكرة الحديثة دلوقتي فيها نقل وفيها بونة وفيها شغل ما تطلعش الكرة زمان كان كابتن حمد أمام رحمة الله عليه سطورة كابتن حمد أمام كان يقولك مش عيب طلع الكرة برة زمان صح ما كانش وقتها عيب دلوقتي لأ بونة اللعبة بيبدأ من الحارس ومن خط الدفاع المدفع ما يطلعش ويتطفش الكرة يطلعها صح يستلم ويسلم بشكل محترم إحنا ما عندناش النوعية دي ما عندناش النوعية دي فيجي المدفع العادي بتاعنا اللي في مصر يطفش الكرة فيتقل له مش عيب ما يغلطش يطفش عشان ما يغلطش فيجيب هاجم عليك يخافه والعيب جاي عليه فيعمل ضربة جزاء المدفع الخواف ده اللي هو الأغلب في الكرة المصرية ده ما يبلنوش أخطاء واضحة أو كارثية كتير بس في بونة اللعب والشغل الفني أخطاءه كارثية يعني إيه مثلا عشان أشترح لك بشكل أسكع يعني كرة مع مدافع سين بدل ما يطلعها اللعب ويبنوا اللعب روح مطفشه فتيجي عليك حجمة تانية تيجي له الكرة روح مطفشه تيجي عليك حجمة تانية فأنت مش عارف تبني لعبة فأنت مش عارف تبسك الكرة فده ما يبنش قوي إنه هو عمل كارثي بس بالنسبة للمدرب برة أنا مش عارف هلعب يا جماعة بسبب المدافع اللعب ما يطفش الكرة ده فلما إيه محمد عبد المنعم ينقل الكرة صح يطلع الكرة صح مئة مرة في المباراة ولا في الإسبوع ولا في عشر مباريات ويغلط في عشر مباريات غلطة يقول لك لا مغرور لا لا أنا قابل إنه يغلط في عشر مباريات غلطة قابل قابل عشان في التسعة التانيين هو كان السبب في الفوز وإنت مش حاس مش مجرد إنه يطلع كرة أو طفش كرة أو عمل بلوكة على كرة لا هو كان سبب بنا لعب وكان سبب هجمات وكان سبب تهديف فمحمد عبد المنعم هو أفضل مدافع في مواصل الوقت وكواليتي ياريت يبقى عندنا منه كتير فهياريت نسنده وندعمه مش ممكن نبتكش على هذا في خلص اللي جابه ببراعة شديدة آخر واحد عايز أتكلم عنه وسايب له المساحة يعني علي معلول دائما وأبدا بقول عنه إنه أفضل مدافع في تاريخ النادي الأهلي في رأيي أفضل مدافع مدافع أي عفوا أفضل محترف في تاريخ النادي الأهلي محترف بمعنى الكلمة قائد مستوى سابت مستوى بدني محترم دايما دايما في المواقف الصعبة تلاقيه دايما مركز دايما ما عندوش مثلا مرحلة هبوط في المستوى دايما في أفضل مستوياته الهبوط بتاعه يبقى سبعة من عشرة مثلا مش تلاتة من عشرة بالكتير يعني مستوى مدهش ومبهر في تاريخ النادي الأهلي علي معلول تاريخ كبير وعظيم عمله نضم 2016 سبع سنين من الإنجازات التاريخية قائد بدون شارة في النادي الأهلي بيعمل أداء رائع وخراف جدا خرجنا أو مش خرجنا بعد المباراة ما انتهت بدأت عملية تسليم الميداليات والكاس في مجموعة بالكتير عشرة بالكتير عشرة أنا شايفهم بعناية حاولوا حاولوا من الجمهور يقتحموا الملعب يعني نخش بقى الله أعلم بني أوقع يمكن داخليني يعني يسنده ويمكن داخليني الله أعلم عشان ما أقول لكش يمكن داخل يعمل المشكلة بسرعة عاقية سيئة قبل ما يوصلوا للنجيلة للمساحة الخضرية اللي كان فيها اللعبين بتستلم الميداليات عيبة الوداد والأهلي كان الأمن بيتعامل وبيطلعهم بره بمنتهى الودوء اللي قام نتعامل والجمهور التزمت وليه شفت أنا ناس من الجمهور بتشد الناس اللي نزلت بتقول لهم لأ ما تنزلوش بتعملوش مشكلة أنا بس بحكي لك كل المشاهد كل المشاهد خرجنا من المباراة وقفنا في المكسز زود المنطقة بتاعة اللاعبين اللي هي الحوارات الصحفية مع اللاعبين ومستنين لعيبة النادي الأهلي نعمل معاهم لقاءات وحصل الفيديو الشهير ده بتاعة سطلانة لعيبة طلعت بتغني وتحتفل ما عملتش لقاءات مرسل كرة فقط بس اللي عمل لقاءات تلفزيوني جير كده لعيبة النادي الأهلي ما عملتش أي لقاءات عشان كانوا شايفين انه خايفين من حد يستفزون خايفين انهم يقولوا كل ما غلط خايفين يقولوا مثلا ان احنا كسبنا وحاجات اللي هي بتحصل تحفيز بعد المباراة في المجمل النادي الأهلي عمل إنجاز عظيم في المجمل الأهلي عمل إنجاز محترم في المجمل التعامل المغربي مع بعثة النادي الأهلي والبعثة المصرية والجمهين المصرية كان تعامل رائع جدا أي استثناءات شفتها هي مجرد استثناءات ضئيلة جدا ما تبقص أبدا الحدث أنا بشكر من كل قلبي من كل قلب المغرب بشكر المغرب على السنة العظيمة دي يعني المغرب فرحتنا منتخبها في كأس العالم وشرفتنا والمغرب فرحتنا انها كيتوش الخير على الأهلي وكيتوش الخير على منتخب مصر الواجه غنية وصعد من هذه المواجهة لكأس الأمم الأفريقية وش الخير حلوة المغرب السنة دي كانت عظيمة جدا وبقول لهم هارد لك النهارد الخسارة أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية قال في من يوم مبروك للنادي الأهلي شيء عظيم جدا عمله النادي الأهلي شيء محترم جدا عمله النادي الأهلي بصراحة شديدة يعني الأهلي حالة خاصة جدا في الرياضة المصرية بشكل عام حالة خاصة نجاح دائم تتكلم من 1907 لحد 2023 116 سنة مؤسسة بتنجح طول الوقت مفيش سنة تحسوا أنه وقع مثلا أو مجموعة السنين تحسوا أنه وقع ويقول لك معلش هنقوم تاني لا الأهلي نجاح دائم ناس بتحب النجاح وما بتشبعش أنا شوفت جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا بعد المباراة كذبين يلا يا جماع لا نستعد للبطولة رقم 12 جدا عيفرح الأول بال11 قالك لا أنا جمهور النادي الأهلي خلص خلصت الساعتين بتوع الفرح بتاع الحد عشر أنا عايزة لل12 دا بقى مش جمهور النادي الأهلي بس لا جمهور النادي الأهلي يقول عيبط النادي وإدارة النادي الأهلي أو الجهاز الفن للنادي الأهلي ده أسلوب حياة نموذج يعني النادي الأهلي والأهم والأهم في رأيه بعد المباراة المزيع الداخلي في المباراة يهنئ النادي الأهلي بفوزه بطولة أفريقيا مبروك للنادي الأهلي الفوز بطولة أفريقيا مبروك لمصر تفتح بصباحة منشكح بقى فرحان وفخور بقى أنا واقف في المدرج حوالي كل الجماهير المغربية يا جميل الوداد وسامع مبروك للنادي الأهلي مبروك لمصر والله شكرا للنادي الأهلي إنه رفع رأسنا طول الوقت والله من قلبي بقوله شكرا لكل منظومة النادي الأهلي أنه تسبب أن чтоб ارفعه رأسنا طول الوقت ترفعه رأس كل ما هو مصر كل ما هو رياضي مصر كل ما هي أو حاجة مرتبطة بالرياضة المصرية شكرا يعني إنجاز عظيم استحق عليه التحية كل من هو منتمي للنادي الأهلي هذا عن النادي الأهلي ماذا عن منتخب مصر كواليس برضو احنا الأول كنا مع النادي الأهلي في كازابلانك تحولنا لمراكش المكان اللي هيلعب فيه منتخب مصر وهنا حكاية أخرى أولا أنا كنت موجود أنا بس أحكي لك التفاصيل الأول موجود في الفندق اللي كان موجود فيه منتخبنا الوطن أنا ما شفتش طوال هذه الرحلة أي لاعب من منتخب مصر في الفندق طوال هذه الفترة احنا عاديين في نفس الفندق أنا ما شفتهمش ليه؟ هما كانوا عاديين زي في مكان مخصص ليهم في الفندق لحد بيخش لهم ولا هما بيخرجوا ولا مثل حتى بيطلعوا المطعم لا فيه مطعم خاص ليهم ووضعهم في مكان مخصص ما حدش يعرف لهم أصلا يعني أكنهم مش في نفس الفندق أنا ما عرفش هما فيهم أساسا تمام؟ طيب بتقول لي كده ليه؟ بقول لك كده عشاني أقول لك أنه كان فيه التزام جدا في المعاصق أنا شايف بقى بعناية التزام كبير ومناسبة للتزام عايز أشيد باتنين تحديد أنا النهاردة جاي أتكلم إيجابي بصراحة إحنا يا منطقاتنا ويا ما جلدنا ذاتنا وقعدنا نقول كلام سلبي كثيرا وفي كثير من الأحيان كان في المنطق يعني بس النهاردة فرصة قدام شفنا بعننا نقول كلمة حق يعني بشيد كثيرا بحزم إمام كابتن الكبير أسطورة حزم إمام عضو مجلس دار الاتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول التزام ما فيهوش غلطة في المعاصق ما فيهوش غلطة ما فيهوش غلطة مين مع حزم إمام؟ عشان برضو أنا شفت ده بعناية الراجل عامل زي النحلة النحلة مش سايب تفصيلها بصراحة يعني محمد غرابة مدير المنتخب مش سايب تفصيلها وقاعد ملاقب الوضع وقاعد بصص على اللعيبة وشايف مين داخل وشايف مين خارج وشايف مين ملتزم ومين مش ملتزم وكلهم كانوا ملتزمين طبعا ويروحوا الملعب يجهزوا للأمور بتاعة التدريبات يرجع تاني هو ومعاتي محترم جدا بالمناسبة أنا شفتهم معناها شوية الشباب زي الورد زي الورد في الجهاز الإداري المنتخب مصر زي الورد الشباب رائع جدا ومتعلم ومسكف وشاطر ناسة عظيمة جدا بالمناسبة محمد غرابة تعرض لحاجة دمها تقيل شوية في الاجتماع الفني قبل المباراة بتاعة مباراة مصر وغينيا غينيا بشكل غريب جدا صممت انها هتتضرب الساعة سبعة مساء ليلة المباراة والطبيع ان الفريق الضيف هو اللي بيتمرن في نفس موعد المباراة قبلها بيوم على ملعب المباراة قالك لا انا عايز تضرب الساعة سبعة يا عم المفهود احنا ننضرب الساعة يا سيدي ده الكاف بنفسه باعت ان احنا ننضرب الساعة سبعة لا انا بقى احكي لك التفاصيل طيب معلش طب هناخد وقتنا وتخش بقى نقلق فبدأ مدير المنتخب اللي هو محمد غرابة يبقى مدى شوية ده حق منتخبنا الوطني فبدأوا يبعثوا حازم اميليات للكاف ونشوف الوضع والكاف صمم وقال لا المنتخب مصر هو اللي نضرب الساعة سبعة فلما تقل للغينية قالوا لهم انتو مش مفهود دابو سبعة دربو الساعة تمانية قالوا لهم لا نبقى ندفع الغرامة عارف انت اللي هو ايه هيا عافية فبدأ الموضوع طب رايح لسكة مش لطيف هننعمل ازمة ولا نعمل ايه فراحوا سألوا روي فيتوريا طب الموقف كذا دلوقتي اللعبة جاي من القتيل بقى وراحها عالتدريب وفيتوريا كان مسابق عشان كان عنده مؤتمر صحفي الساعة ست هنيبقى فيه مشكلة فروي فيتوريا قالوا لهم مشيها هتضرب الساعة تمانية مش هنعمل مشكلة مش هنعمل توطر للعبين زكاة كبير جدا منه ومن الجهاز الإداري بصلاح بالمناسبة روي فيتوريا مدرب ان شاء الله ان شاء الله تصوري انا قلت الكلام ده على مرسل كورو يا رب يطلع كلامي برضو فيه شيء من المنطقة على روي فيتوريا الراجل ده يقدر ينجح مع منتخة مصر ونيح كبير جدا نهياله ظروف وانا شفت بعناي انه مجلس دارة اتحاد الكورة اللي بننتقده كثيرا بس دلوقتي لازم نقول كلمة الحق انه بيساعدوه بيدعموه حسن معرفت والتقاصت ما عندوش مشاكل مثلا في الراتب بتاعه جايز الفني بتحصل كل شهر ولا حاجة ما عندوش اي مشاكل وانا سألت روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قلت له هاني انت مبسوط مع منتخة مصر بنسمع دايما عن عروض بتديلك لفرق ومنتخبات هاني انت مبسوط ولا ممكن تمشي قال انا مبسوط مع منتخة مصر قدام بحقق اهدافي وانا حققت هدفي الاول النهارده بالوصول لكأس الأمور الأفريقية ومدام علاقتي جيدة باللعبين فانا مكمل انا مكمل ما عنديش اي مشاكل فالراجل مكمل مع منتخة مصر زكي محترم مع جايز فني رائع ولعبين رائعين اللعبين بقى لعب المنتخب في حالة حلوة بينهم انا شفت ده في التدريبات شفت ده في المعسكر شفت في حالة حلوة وحالة نفسية رائعين ناسيخ بقى يقول لك مين زعلان من مين ومين مدام من مين ومين زعلان انه ما بيلعبش ومين زعلان انه دخل فيش كلام ده خالص لعبكة حلوة فيها التزام شفت كمان حب مش طبيعي مش طبيعي هو يعني اكتر من الطبيعي بشويتين والطبيعي ان احنا نحب محمد صلاح كلنا يعني بس همون بيحبوه قوي بيحبوه قوي وفرحانين بيكابتن وبيساعدوه وهو بيساعدهم ويتعامل معهم كويس جدا الوضع بالنسبة لمنتخم مصر كان وضع رائع جدا حتى مع الشوت الاول اللي كان فيه بعض الاخطاء الكثيرة ادرب بسرعة فيتوريا عدلها في شوت تاني ونكسب هذه المباراة بشكل رائع جدا احنا نجاحة جدا لمنتخبنا الوطني وزي ما قلت لك اشادة بروي فيتوريا اشادة بالجهاز الإداري بقياد محمد غرابة اشادة بحازم امام المشرف على المنتخب اشادة بصراحة باتحاد الكورة بشكل عام انا بشيد النهاردة عشان شفت قدام انا عارف انا دايما انا بشيد باتحاد الكورة عشان ما روش جماهير لاتحاد الكورة يعني يقول لك اي الحاجة بيجاملهم مفيش اي حاجة بكرة هننطاق التاني عادي جدا بس الوضع باللازم للمنتخب هو كان وضع جايد جدا ولمسته بعيني وشفته بعيني فالامور ان شاء الله تبقى جايدة الفتر اللي جاية وان شاء الله روش فيتوريا يقدر ينجح مع منتخبنا الوطني الف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني الف مليون مبروك للنادي الاهلي اسبوع رائع جدا اسبوع يفرح جدا ويا رب دايما يا رب دايما الكورة المصرية الرياضة المصرية في اعلى المراتب بإذن الله نروح لأخبارنا النهاردة عرفنا في برنامج رقم 10 ان عقد السويسري مرس الكورة الحالي مع النادي الاهلي هيمتد او بيمتد لمدة موسمين الموسم الحالي اللي بيخودوا مع النادي الاهلي في الفترة الحالية وعنده الموسم اللي جاي كمان طيب هو الموسم ده التاني ده وتتجدد تلقائيا أدام ما فيش اي طرف من الطرفين بلغ انه العقد مش هيتجدد او رفض انه يتجدد العقد فالعقد بتاع كورة الموسم اللي جاي اصبح فعال واصبح ساري وبالتالي مرس الكورة متكمل مع النادي الاهلي خاصة ان هو يرغب في الاستمرار مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي والاهلي بطبيعة الحال متمسك به راتب كورة مع النادي الاهلي في الموسم الجديد هيزيد 10% طبقاً للتعاقد وبصراحة 10 جنيه 10% طبقاً للتعاقد فالأمور إن شاء الله تبقى جيدة وما فيش أي مشكلة الأهلي بالمناسبة من نفسه يعني الأهلي عايز يزود العقد دوت لـ 15% نسبة زيادة وده برضه يبقى واقف محترم جداً من أنه دي الأهلي هو معاه مدرب كبير هو مدرب محترم طيب إيه بقى حكاية حسين الشحات حسين الشحات عقده أن تقب نهاية الموسم حتى الآن لم يجدد عقده وفي قلقة عند جمهور النادي الأهلي وبالتأكيد في قلقة عند النادي الأهلي نفسه هو عايز توقيع حسين الشحات عايزة الأمور دي يتحسم حسين الشحات هو في أفضل أحواله الأهلي عايزه يجدد حسين الشحات يحميك ذ تسمع المعلومة دي بقى لربما لأول مرة عنده عرض مغري جداً 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 من أحد الأنديية السعودية مغري جداً وأحسين الشحات ما عندهوش مشاكل كثيرة في التفاون مع النادي الاهدي هو بس طالب ان عقده ما يتضمنش شرط المشاركات يعني ياخد العقد كامل بغض النظر عن المشاركات بتاعته واعتقد دي نقطة ينفع التواقف هي المشكلة البسيطة العقد اللي جايله من احد الاندية السعودية عقد كبير وضه جدا ايه اللي هيحصل في الايام اللي جاية الله أعلم بس اتصور ان حسين هيبقى الراجل مارسي كلها متمسك جدا به حسين الشحات تحديدا متمسك جدا محمد عبد المنعم تحديدا يعني ممكن يسمى عروض لحمد فتحي مش هقول انه مش متمسك به بس عنده ساعد يسمى عروض لحمد فتح لو الارض كبير و الاهل pa ii عواضه فممكن يوافق لكن حسين الشحات ومحمد عبد المنعم تحديدا متمسك بيهم جدا مارسي القوية طيب اعايز اقول رأيه في قصة حسين الشحات حسين الشحات كان جاي النادي الاهلي بمبلغ كبير جدا وحسين الشحات قاعد فترة ما بيقدمش مستويات كبيرة مع النادي الأهل ممكن يكون هو السبب ممكن يكون الجهاز الفان اللي وقتها مدلوش بشكل كويس ما سعدوش يعني في كل أحوال الأهل ما استفدش من حسين الشحات بشكل ضخم وكبير زي الموسم ده زي الموسم ده فلو حسين الشحات يعني إيه أنا مثلا الأهل شن الفترة اللي فاتت فأعتقد إنه حسين الشحات هيبقى من الزكاء إنه الفترة اللي جاية لو حط كفتين الفلوس اللي هنا واللي هنا بين النادي الأهلي والنادي السعودي فممكن يختار النادي الأهلي عشان الأهلي برضو هنشاعلوا الفترة ده رأيي أو تفكيري بس طبعا حسين حر أنا دايما نقولي القصة دي في موضوع التعاقدات والمفاوضات اللعب حر ولا يسائليه لو اختار مثلا النادي السعودي والنادي طبعا حر كل واحد حر في أفكار أنا بقول رأيي اللي هو لو ما عملوش حسين الشحات ما يبقى شغلطان بالمناسبة يعني بالمناسبة طيب عرفنا كمان إن محمد عبد المنعم الفترة الأخيرة تلقى مكالمات مع أو من وكيل أعماله وفيه شركة تسويق طلوت أو قالت لمحمد عبد المنعم وكيل أعماله إنه فيه أندية في إيطاليا حابة أنه تتعاقد مع إيطاليا وفرنسا والكلام لم يرتقل الشكل الرسمي حتى هذه اللحظة طيب محمد عبد المنعم اللي أقوله ده شوف أنا قلت بتاع الحسين الشحات أنا نصيحتي ليه إنه يكمل مع النادي الأهدي محمد عبد المنعم شاكره يا جماعة لعب أوروبي يلعب أوروبا بسهولة طبعا أنا عايفي جميع النادي الأهدي بيزعم الحاجات دي بس أنا مكلمة لقاتي على مصلحة الكرة المصرية ستايل لعب أوروبي بس بشرط يجيله عرض مناسب ليه للنادي الأهلي والنادي الأهلي أولا لو طلع بعرض مناسب والأهلي راضي عنه هنكسب إحنا لعب يعني واعد جدا في أوروبا ده تصوري لعب كبير أوي أوي محمد عبد المنعم طبعا لو الأهلي شايفينه ده مناسب لو الأهلي احتياجاته الفنية قدر يعوض فيها محمد عبد المنعم طبعا يعني أنا دايما لأسف بقول المسلمات دي عشان الناس بتاخد في كلمة ومتكملش الباج طيب بيقول لي دلوقتي منذ اللحظات أعلى النادي الوحدة الإماراتي تعيين بيتسو موسماني الموديل الفني السابق للنادي الأهلي موديلا فنيا لفريق الوحدة الإماراتي قدر يسوق نفسه بشكل رائع جدا فيه الخليج بيتسو موسماني بعد إنجازاته مع النادي الأهلي مدارب ناجح طبعا مدارب ناجح ما فيش خلاف يعني طيب سيف الجزيري هنروح بقى لأخبارنا ديزة مالك سيف الجزيري جدت عقده مع نادي الزمالك وكان فيه كلام إنه هل هيمادد العقده لا هو مادة للعقد خلاص بس تعال اقول لك شوية كواليس فيما يخص تمديد هذا التعاقد بين الزمالك وسيف الجزيري تعالوا نشوف اولا بداية الامر كان فيه تعاقد الزمالك مع سيف الدين الجزيري هنال 2021 قادما من نادي المقنون العرب لمدة ستة اشهر على سبيل العرب مع وجود بند في العقد بحقية الشراء نهائيا بعد انتهى فاطة العرض وهو البند الذي فعله الزمالك بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وقتها وتم التوقيع مع اللعب لمدة ثلاثة مواسم تنتهي فيه 2024 للمواسم المقبل يعني ينتهي الموسم المقبل ثانيا الجزيري اشتكى خلال الفترة الماضية لإدارة نادي الزمالك من تحمل قيمة الضرائب في عقده لتقوم الإدارة مؤخرا بتعديل البند واصبح الزمالك الطرف المتحمل للضرائب ولا يسلقها بخصوصا وأن سيف هدد بفسخ عقده والتقنم بشكل وتصعيد الأمر إذا لم يتم تعديل هذا البند الذي كان ينص على تحمله مبلغ 200 ألف دولار من قيمة تعقده ثالثا مع تعديل بند الضرائب في عقد الجزيري كان لابد من تمديل العقد حيث قلناه لابد أن يتم تعديل المدة حتى يقوم اتحاد القرى بتسجيل العقد لأن أي تعديل في أي بند من أقود اللعبين يتلطب علي تعديل المدة لتسجيله بشكل رسمي ولا يجوز تعديل في البنوط فقط لذلك قامت إضاية نادي الزمالك بتمديل العقد لمدة موسم جديد بخلاف الموسم المتوقع في عقده حتى يتم تعديل بند الضرائب رابعا هتي جاي رابعا جاي ايه طيب رابعا بقى هي أرقام الجزيري الموسم الحالي مع نادي الزمالك هو لعب 31 مباراة سجل 8 أهداف وصنع هدفين طيب الموسم اللي فات كان أفضل كسيرا طيب طيب أرقام الجزيري مع الزمالك شفتوها حضراتكم عايز أقول لكم فيما يخص نادي الزمالك أيضا الزمالك بيفكر في لعبين بيشوف اللعبين الوضع بالنسبة لهم إيه هيتعاقد مع مين هيشوف مين الزمالك دخل في الأيام الأخيرة في سباق لضم طارق أو برامز عفوا دخل في سباق مع نادي الزمالك لضم طارق حامد من اتحاد جدة طارق حامد مواقفه مع اتحاد جدة غامض بعض الشيء هو مازال مرتبط مع اتحاد جدة فيه كلام بيقول أنه اتحاد جدة قد يستغنى عن طارق حامد الموسم القادم خاصة أنه ممكن يبقى فيه كانتي فالأمور طارق حامد ما يكملشي فرغم طارق حامد عمل موسم عظيم جدا مع تحاد جدة الموسم المنتهي مؤخرا فبرامز عايز طارق حامد والزمالك عايز طارق حامد هيروح فين بقى طارق حامد الله أعلم هل يكمل مع تحاد جدة وارد هل يروح برامز وارد هل يعود لنادي الزمالك برضو وارد خلونا نشوف بالنسبة لأمور بس برامز داخل في الخط داخل في الخط وعايز طارق حامد طيب يامي اللي فاتت شاهد اتصالات شفاهية بين مسؤولين في اللجنة الفنية بنادي الزمالك والمغربي يحيى جبران لعب وسط الوداد وقائد الفريق عشان يشوفوا رأيه في الانضمام للفريق خلال الفترة اللي جاية ومعرفة طلباته الملاياح جبران من اللعيبة الممتازة بصراحة ممتاز لو قدر الزمالكة تعقد معه طيب النهاردة روي فيتوريا قال انه كابتن منتخم مصر في المباراة المباراة الغد المباراة جنوب السوداء هيكون محمود حسن ترزيجي ده بناء عليه بناءا انه روي فيتوريا ألغى تماما موضوع اختيار كابتن المنتخب باللاقدمية انتوا عارفين انه قبل روي فيتوريا اتقال انه صلاح هيبقى كابتن المنتخب بالاختيار واللي بعديه يعني البعض صلاح هيبقى باللاقدمية لا دلوقتي مفيش باللاقدمية خالص اللي هيختار هو المدير الفني فالمدير الفني اختار صلاح كابتن المنتخب هو كان كابتن المنتخب قبل ما ييجي روي فيتوريا واختار لمباراة الغد محمود حسن تريزيجيه هو كابتن منتخبنا الوطني لو شارك في هذه المباراة فيكون كابتن منتخب مصر إن شاء الله بجملة الإشادات اللي احنا عميين إشادة بالتحاد الكرة النهاردة يوم ساعدت حد الكرة النهاردة من الجميع سيستحقكم يعني عشان برضو يباش كل الكلام نقد يعني والناس بتتعب والناس بتشتغل أكيد يعني فيش حد يبعايز وفيش حد بالمناسبة يعني عايز يعني يخفق أو يفشل لا كله يبعايز ينجح بس مو منك تشتغل وتتعب وتركز وتتطور عشان تنجح مش بس مجهود وتعب بس هما الناس بتتعب أو بتتعب بصراحة يعني اتحاد الكرة أفرج عن جزء من المستحقات ومكافئات اللاعبي المنتخب الأول قبل مباراة غينية الأخيرة بتصفات أم أفريقيا وقبل اتحاد الكرة اللاعبين بصرف المكافئات عن على أجزاء يعني هيديهم جزء هما صرفوا لهم فعلا جزء كبير من المكافئات ولسه فيه جزء تاني وهيبقى حيقصطوها يعني هيجدولوها مع اللاعبين المهم ان هما بيحصلوا على مستحقاتهم وده شيء محترم من اتحاد الكرة كمان روي فيتوريا الموديل الفني لمنتخم مصر استقر على إجراء عدة تغييرات في تشكيل منتخبنا الوطني قدام جنوب السودان بعد إعفاء محمد صلاح من هذه المواجهة وأيضا محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم مع عمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي دون مش هيشاركوا في المباراة طيب التشكيل الأقرب لمنتخم مصر في مواجهة جنوب السودان هيكون كالتالي محمد صبحي هيكون حارس للمرمى وفي خط الدفاع أحمد أبو الفتوح وياسر إبراهيم وعلي جبر وشام صلاح مواند لاشين ومحمود حمادة وأحمد زيزو في وسط الملع مع تريزيجية وكهرباء ومصطفى فتحي في خط الهجوم ده تشكيل منتخبنا الوطني الأقرب لهذه المواجهة مواجهة جنوب السودان روي فيتوريا النهاردة قال في كلام مهم جدا قبل ما اروح للمؤتمر عايز بس أعلق على حاجة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غينيا في المؤتمر الصحفي النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي قبل مباراة غينيا اللي عمله في مصر مش في المغرب يعني ثلاث مؤتمرات صحفية روي فيتوريا كان بيرد على سؤال واحد دايما بتسئله في المؤتمرات الصحفية ليه جنوب السودان ليه مش منتخب من منتخبات الصف الأول ليه منتخب مصر يلعب مع منتخب مش من المنتخبات الكبيرة يعني مع كامل الاحترام طبعا فكان رد روي فيتوريا هو رد منطقة جدا انا اقتنعت بيه بصراحة رغم ان انا كان عندي نفس التحفز والانتقادات ليه ما نلعبش مع منتخب كبير غينيا يعني كان فيه مساحة وقت غينيا تختار فيه معاد للمباراة مباراة مصر اللي هو كومت في المغرب منتخب مصر بول لغة بالمعاد قبل المباراة تقريبا بعشر تيام بعشر تيام فانت كمنتخب مصر اللي عارف تلات المباراة ودية اللي عارف تلعب قبل المباراة غينية ولا عارف تلعب بعد المباراة غينية ما انت مش تلعب تتفق على المباراة ودية والمباراة الرسمية لسه ما تحددش معادها ما لو غينية حددت معاد نفس يوم المباراة الودية اللي انت عقيت عليها مثلا مع المنتخب البرزيلي مثلا يعني وغينية اختارت نفس المعاد انت مش تلعب مطش البرزيلي هتدفع غراماتك وهتدفع كله وهيحصل لك مشكلة وهتلعب غنيا غصبا عنك ما دي المباراة الرسمية فلازم تلعبها فانت كنت شعيف تحدد مباراة فاستغليت ان جنوب السودان موجودة في القاهرة في المعاسكر فقلت هنلعب مع جنوب السودان بعد ما تحددت مباراة غنيا فدي مشكلة بس هو الرجل في المؤتمر الصحي في المغرب قال ان احنا الفترة اللي جاية هنحاول نرتب مباريات مع منتخبات كبيرة المهم يبقى الاجندة بتاعت الكاف واضحة عشان نعرف نزبط مباريات كبيرة قبل كأس الأمم الأفريقية مطلع العام القادم ان شاء الله تعالوا نشوف مؤتمر فيتوريا النهاردة قبل مباراة جنوب السودان وبعدها نستقبل ديوفنا أحمد الهواري ومحمد جمال خليكم معنا اشتركوا في القناة عشان نكوز مباراة جنوب السودان ما يحبنا أن نعطي قد نااشرة على المساعدين للمساعدة الأنفاء ولذلك يمنح اليوم ونحن ي rogue إلى أمام آخر لكنه سوف يكون محاعدين للمساعدين للاسيقين المباراة الاجتماعي نحن نعطيها من التفاوز الثالث أن نحن نشوف عناسر نحن تكبت تقدي بنفس مستوى منتخب مصر المعهود اللي انتو شفتوه على طول فهتكون بكرة بالنسبة لنا فرصة ان المدرب يشوف عناصر جديدة عناصر منها اشتغلت معانا قبل كده وعناصر منها يمكن اول مرة بتنضمن المنتخب فهيكون فرصة جيدة ان المدرب يقف على المستوى ويحاول ان يقرب المستوى عشان مستقبل المنتخب المصر طبعا كابتن الفريق بيتم انتخابه عن طريق المدرب طبعا كابتن الفريق مستوى عشان 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 مست فطبعاً اللي بيطلب مني أو اللي بقدر ألفزو إن أنا بدي أرائي ومدي مقتراحاتي ماشي على الحاجة اللي إحنا بنحاول لإحنا خطاتها أو على الشتة اللي إحنا وضعينها للمستقبل بتاعنا أو الموسم الگي Nós vamos pensar isto se calhar aqui em conjunto Nós vamos ter o próximo estágio da seleção, as datas FIFA, é de... é de... começa a 4 de Setembro يعني مثلاً المعصفر الگي أو التوقف الـ FIFA الگي هايكون يوم 4 de Setembro Nós estamos aqui em Julho e o campeonato ainda não acabou Поي فكلاً لست فقط 10 داعي وصول الى الجوية فلاسي يعني إلى شهر 7 المعصفر الواقع سلت فقد كثيراً لنحاولي انتقلت بخيراً للاقي أجيز 10 داعي وصول الى جوية سلت فقط 10 داعي وصول الى جوية كذلك هايكون يقين جوية mechanics لذلك المعصفر الانتقال تفوق الى جوجود الى جوية إنتقلت فقد كذلك لذلك السياحة وصول الى جوية و Planning za صور اللندن مصيق بصاعدة وأروا باهرة مظلوب العقدة المعاجز بعد أن اطفال الفائن ففاء غال meaningful ومن المترجم الى 15 يوم نحن نستطيع أن نقوم بإمكاننا مباريات بطولة أفريق فأكيد الدورة تنزيم ليش بس بسببه لكي مدالي ولكن بسببه لكي يكون سهل لأنه نحن يجب أن نرى كل الامور دي مع تنزيم الجدولة ومع تنزيم الخطة الجديدة ومن المترجم الى 20 نجمال مباريات بطولة أفريق مثلاً جددًا نحن نحن نجح نحن نشوف أرادنا تنزيم جديدة لأنه نجمح أن نخذ في المسبق الميت بما أن يكون في حاجة تنزيم الحامل لأنني أحدث تت thoroughفتات المباريات لم أتوقف لا أتوقف ليست صحيح لك فقط لقد كنت أتوقف هذا أكثر لقد أحصل بأننا قبل قبل لقد قمنا ضرور هذا المال طبعاً أغادسAH النوتا نهاد السؤال بيثت اللي لم أدحسن والنحن لابدت الانتواجه لي دائماً رغم اننا عاد شهرين تقريباً قبل المعاصر دا بحاول انحنا نحل النوتا دي عشان ما نوصلش النوتا أحبها مصرحاً وعندما أتحدث عن هذه أمريكي مرحباً وهذا لقد أتحدث عن المعارضة لأن أعرف مباراة مرة تاريخ وإذا أردت كل يوم فأنت أحبت المعارضة ولكن قد أعرفت أن يتوقف حتى مرة أعرف نحن نعرف Agora uma coisa que eu quero deixar clara é esta, nós ganhámos estes jogos e ganhámos o último jogo, mas nós temos que ser fortes em todas as áreas e temos que ser muito organizados, temos que trabalhar com grande organização e ainda há aspectos que nós temos que melhorar, ainda há aspectos que nós temos que melhorar, todos, não só em África como aqui no nosso país. E não basta termos grandes jogadores, eventualmente termos treinadores, não basta, tem que ser tudo e temos que evoluir nesses aspectos também da organização. O que é que nós temos que fazer? Vamos por partes Em relação aos centrais Nós temos nesta altura três jogadores dos que vieram dos últimos estágios que estão lesionados. A Gazi O Inche Ok, estes três jogadores vieram nos estágios anteriores e não estão cá. Mas não me preocupa, porque nós temos aí jogadores que, quando têm vindo à seleção, normalmente têm dado resposta. E o que temos que fazer é trabalhar com eles, tenho pena de não trabalhar mais tempo, mas trabalhar com eles, eles entenderem quais são as nossas ideias, os nossos movimentos base e depois esperar que eles correspondam durante os próximos meses. جداً جزيلاً حلوكي على المركز يسرى الإيمان لا يجب أن تخذك ماذا سوف تحفظ أو لا يجب أن تحفظ ترجمة نانسي قنقر معنا اتنين كمان معنا احشام ومعنا بكم موجودين غير كده في تلات لعبين كمان المدرب كان متابعهم من الدوري وموجودين عنده في الليستة الكبيرة فأهم حاجة ان الحاجة اللي بتبسط المدرب ان احنا وقت ما بيجيب اللعبة بيحضر معنا بيقدي معنا بيبتدي نبلغوا التعليمات بيتطور وبيكون اداءه مريح جدا بالنسبة لنا وكذلك برضو ان اللعب بيبقى عارف ان هم مشاركين مع المنتخب بتخليه ان هو يقدم مستوى اعلى جدا ويحافظ على مستوى عالي في اداءه حتى في المباراة لبرا المنتخب على اساس يفضل محافظ على مركز حانا وستحادي اعلم انهم حاجة ان احروا ان يكون مباراة بيلجيكا نعمل تبدinden? demonstra לו 56 أشال ц nominations تبدو محمد صالح في معجمز و نراحة 7 في للعبة حين Lo vain Kah touches وغ盛 باتشاف أهلا باتشاف 가جب دعم 3 يس لرب華 في سنني incorporate اشتركوا في القناة فبالنسبة للعبين التوب بتبقى فترة صعبة عليهم جدا لان اللاعب عشان يقدر انهو يفضل محافظة على نفس مستوى لازم ياخد فترة راحة يقدر يريع فيها كويس وبعد كده يقدر يرجع فيها المستوى اللي هو كان المستوى المعهود بتاعه مستوى اللي هو القرآن وفي مجال إلى اللاعب عشان يجب أن يكون مستوى اللاعب عشان يجب أن يكون هناك وما هو أنه يجب أن يكون هناك ثلاث لعبين الوضع حياتي وما هو أنه يضفل محامد الصلاح في زروق العديد كان إدري سجل سجل دين أو ثلاث هداف في المقرأ بس إن شاء الله هيتمكن في رحلة المغرب الإسبوع الماضي رحلة النجاح العظيم للنادي الأهلي ومنتخبنا الوطني واحد تاني هو واحد من أفضل نقاد رياضيين في مصر واحد من أفضل الصحفين رياضيين في مصر يعني نونة مبالغة أو دونة يعني رياء أو مجاملة لي عشان هو موجود بس هو دايما معك كواليس العظيمة جدا بداية صديقي العزيز شريكي في المغرب محمد جمال أجيم بنور الدول حبيبي يا كيم أخبارك إيه؟ حبيبي أيضا أحمد الهوالي اللي قدت عليه كلام كتير دلوقتي ويستحقكه تماما بصراحة وأقل من اللي يستحقكه بكتير كمان يعني يا أحمد بنور الدنيا ده نورك يا كريم ودايما أنا مبسوط وأنا معك وأول مرة مع جمال بقى حبيبي يا هولي فرصة حلوة حالة حلوة من أنا كواليس وحاجات عظيمة الحمد لله عادي من نحضر قبل الهوى بنشوف الكواليس هتبقى النهاردة الفقرة دي فيها شوية كلام أكيد هتطلعوا مبسطين منه إن شاء الله بإذن الله يعني جيمي هبيباتي نخش في الجادة عطول يالله بينا نخش في الجادة عطول وإحنا بنتكلم برة قلتنا معي حاجة للهدف بتاع محمد عبد المنعم محدش شافها قبل كده خالص كل الكادرات اللي اتاخد منها الهدف بما فيهم كادرات وديه كانت صعبة جدا ما انتشارتش من مدرجات جماهير الوداة كمان النحية العكسية اللي احنا كنا موجودين فيها كريم في المقصورة أو الدرجة التالتة يمين بتاعة الوداة دي اللي كان فيها جمهور النادي اهي النحية التانية خالص الكادرات اللي اتاخد منها وهنشرح الجول وهقولك بقى تفصيلة أو الايه اللي حصل وإحنا ما اتكلمنش فيه طبعا قبل المباراة لعنا هنا لكن ما اتكلمنش فيه قبل المباراة حرصا على مصلحة النادي الاهلي وإيه اللي حصل في المران فيما يخص الهدف تحديدا وإيه اللي حصل ما بين كل رامي محمد عبنعم وبين محمد هاني حمدي فتحي رامي ربيعة فيما يخص كرة الهدف تبتليني نعرف بس الهدف من الكادرات بتاعته ده الكادرات اللي جاي في التلفزيون وخلينا شرح لك الجول الاول هتلي الفريم التاني على طول الفريم التاني على طول وبعدين نقول ايه اللي حصل فيه التمرين الأخير للأهلي قبل المباراة بص يا كريم الجول كله يتلخص في اتنين فردين ما اخدوش حقهم خالص كل الناس ركزت على الكراس بتاع معلول والهدف تاع محمد عبد المنعم رقم واحد لسكرين بتاع عمر السولية ارجع تاني معلش الفريم اللي قابليه هتلاقي ان عبد المنعم مفروض ان فيه المان اللي ماسكه أرسنزولا لعبي الوداد يحيى جبران ماسك عمر السولية القصة كلها والترك كله معمول ان عمر السولية يحجب الرؤية اللي لحظة بتوقيت معين عن أرسنزولا لما يحاول يوصل لمحمد عبد المنعم لازم يلفه من نراه ما ينفعش يقطع عليه مباشرة نتفرم اللي بعده على طول قاطع عمر السولية هنا ممسوك من إيحيا جبران أرسنزولا عبال ما ابتدي يبتدى يحاول يروح خلاص الموضوع راح ما بقاش ماسك محمد عبد المنعم عمر السولية وقف عند نقطة الجزاء ومع زولة صحيح كده؟ زولة اللي مع عمر السولية هو إيحيا جبران اللي هو العمر السولية هو أرسنزولا المدافع المكلف برقابة محمد عبد المنعم عند نقطة الجزاء قطع محمد عبد المنعم كمل هاتفريم اللي بعده لما بترى يقطع اللي نزل على رجلين الاتنين على الأرض بالقدمين سبتين يمين والشمال هو سامبو مهاجم الوداد واللي كان مكلف اللي هو قطع على القريبة لعيب موايز جدا في الدربات الرأسية يقطع على القريبة لكن الحركية والتحرك بتاع محمد عبد المنعم وعملية المقياس الشديد جدا من علي معلول هي اللي خلته عمل التكوف جزء من ثانية هاتلي بقى الفريم هو بياخد الكرة في دماغه هتلاقي الجزء من ثانية قبل سامبو عشان كرة يا كريم هاتلي بعده هفكرك وهو بيقيت هفكرك وحنا عاديين لا مش ديه بقى لا ارجع ارجع ماش ماش كمل 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 وفيه الفريم اللي هيجيب القطع بعد اللي على طول يلا يلا دي زاوية تاني هنا القطع بتاعت محمد عبد المنعم دي يا كريم هتلاقي ان سامبو واقف مسكه لكن الخطوة اللي خدا محمد عبد المنعم بيقرب للكرة خلت سامبو بعيد خلت سامبو في ظهر محمد عبد المنعم هو ده اللي خلته عمل التكوف خلني اقول لك بقى نقططين مهمين الاتنين اللي ماخدوش حقهم هو ماش كولر وعمر السلية قلت ليه يا عمر السلية المفروض كان ياخد حقه اقول لك بقى اللي حصل في التمرين واللي احنا ما قلنوش تمرين الاخير ليه النادي الاهلي هو تمرين مغلق هو تمرين مغلق ما فيش حد لا من الاعلام المصري ولا من الاعلام المغربي غطى التمرين ربع ساعة او عشر ديال اولانين عمليهم عملية الاحماء وبعد كده بيخرجوا احنا طبعا لقربنا من الفريق وان احنا اعلامين قليلين جدا اللي كنا موجودين هناك فاحنا كنا موجودين شفنا باقي المرأة ما حدث بالكربون نفس الكورة مرس الكولر وقف وقف محمد هاني المميز جدا في الدربات الرأسية مكان سامبو رجع لي بقى الفريم اللي قبل اول تاني فريم على طول او تالت فريم احنا جبناه المقطع الرأسي مكان زولة مكان سامبو كان واقف بس اللي قاطع هناك جوه الستة اللي عيب اقرب لعيد من الوداد لعالي معلول كان واقف مكانه محمد هاني وكان واقف اللي بيعمل عملية الرقابة هو حمدي فتح مكان عمر السلائة لانه هو اللعيب الاساسي اللي كان بدئ المباراة ومحمد عبد المرعم في المرتين اللي اتعاملوا في التمرين كان هو اللي بياخد التكليف الترك فخلي بالك دي اصعب لان المدفعين اللي وقفين من نادي الاهل هم عارفين انها تتلعب هنا ومحمد عبد المرعم فهو بيصعب العملية على محمد عبد المرعم انه يخش ياخدها لان لعبتي زمائري في الفرقة اللي وقفين في التمرين عارفين ان محمد عبد المرعم هيتحرك بالشكل ده وحمد فتح هيحجز له بالشكل ده فكانت الصعوبة كلها ان علي معلول اللي كان عنده الاختيار الوحيد انه حطاها على القريبة اللي حطاها على البعيدة دي المعلومة الوحيدة انه مكتش عنده مدفعين الاهل في التمرين ومع ذلك محمد عبد المرعم مسجل منها في التمرين شكرا احنا عاديمها بعض في ظل التوطر الرئيبي اللي احنا وكنا عاديم فيها كريم في المدرجات قبلها بدقيقة اول ما الاهل يخد الكرة الربنية حتى اقول الباقي اقول الباقي اقول الباقي عشان شهر حجيمي كان قد جابي وبيقول علي معلول محمد عبد المناب شكراك الكريم وده جاي مش بس استنباطا ومش بس هجيب لك ان القرة دي مكررة الاهل عمنا مرة اتنين وثلاثة على فكرة من قبل كمان مارسي الكولر ومع مارسي الكولر نروح بقى بعد كده لمباراة الرجاء النسخة الماضية علي معلول محمد عبد المناب بنفس الشكل روح بقى خلاص يعني عديلي جون الوداد عديلي جون الوداد خالص وهاتلي ده برضو زاوية زاوية تالتة من جون الوداد كمان 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 دي القطعة بص يا كريمي انا كنت اتكلمك عليها القطعة والتيكوف تحمل عبد المناب عشان عارف معلولة احتفن بالزبط عشان كده اخدها اللي بعده اللي بعده اللي بعده الفرام البعده ده جون الرجاء كريم بص انت لو انت مش مركز ان ده الرجاء بص القطعة ده كرس في نفس الملعب من نفس اللعيب بنفس الطريقة كمل هاتف الفرام البعده هيخش محمد عبد المناب هو اللي بيقيت على القريبة اللي كان حاجز هورا مين بص يا كريم تاني لعيب من الاهلي في الكادر ده وحمد يفتحه دي اللي كانت في التمرينة هي هي اللي دخل الجنب في مباراة الرجاء قطع محمد عبد المناب على القريبة هدف للاهلي في مباراة الرجاء في مركب محمد الخامس بنفس الطريقة على نفس الملعب الايمن من علي معلون هاتلي بقى كمان جنب تروجيت الموسم في كاس مصر الموسم الماضي يلا بسرعة الفريم اللي بعده على طول يعني هاتلينا الجن بصة كريم علي معلون محمد عبد المنعم في نفس الزاوية اللي تسجل منها الجن كابي بيست كريدت عظيم مش بس العلي مش بس الحمدي مش بس للسلية ومنعم لا الكريدت لازم يروح للمارسي الكولر لا تكلم عليه كتير جدا جدا النهار دا كريد يلا بينا شكرا هواري هروح أجيلك علمطش بس النهار بقى لهواري شوية خد وقت هدخين على موسم انتقالات حلو كده فهنفسي كل حاجة عند الهوار هبدأ معاك من عند محمود حمادة ورقة بتتقال كتير بتقال شوية قريب من الاهلي شوية قريب من الزمالك نكمل مع فرقيته محمود حمادة رايح فين محمود حمادة رايح فين مفيش شكة كريمة ان محمود حمادة واحد من اللاعبة المميزة دلوقتي في خط نص منتخب مصر ومع فرقه واحد قدر يحجز مكانة أساسية في منتخب مصر معلومة هو رقم واحد في اختيارات في توريا في التشكيل دايما رغم ان موجود عدد من المحترفين وإمام عشور وإنني إن شاء الله يرجع أفضل من الأول يعني لكن هو بالنسبة له هو رقم واحد محمود حمادة كان هدف من هداف الزمالك السنة اللي فاتت وفي يناير ولكن قصة القيد في النادي فرقه كان موقوف فما قدروش ان هم يضموا الزمالك ما قدرش ان هو يضم محمود حمادة لأن فرقه قال ان هو مش هيدخل خالص في قصة بيع أحد لعبيه حتى لو ما بيشاركش مش هيضحي بقاي العين فالزمالك بدأ خلال الأيام اللي فاتت ان هو يشتغل على مفاوضات مع فرقه خاصة ان فرقه عنده رغبة ان يدعم صفوفه بلعبها من الزمالك فالزمالك قال له هم ما فيش اي مشكلة هناخد محمود حمادة المفاجأة في الموضوع ان الناس كلاك بتقول الأهلي حاطت عينه على بوبه الأهلي جاهز السيناريو البديل السيناريو البديل بتاع النادي الأهلي هو محمود حمادة ما أعلموا ان الأهلي تواصل دايركت مع دكتور شيرين حلمي ده مالك النادي عم رئيس النادي رئيس النادي هو الدكتور عز يشار عمه دكتور شيرين حلمي هو يعني مالك النادي ومالك الشركة وكل حاجة الأهلي اتكلم مع دايرك الرجل رحب ببيع اللعب الأهلي شايف ان الموضوع مع فارقه هيبقى أسهل والموضوع مع محمود حمادة هيبقى أسهل ولكن فارقه بينتظر العرض الأعلى ما بين الناديين الأمور هتمشي ازاي وأيضا رغبة اللعبة كريم هتتحط في الحسابات لأن النادي الأهلي المركز نقدر شوية نقول أن فيه منافسة لكن الزمالك الموضوع شوية مش منافسة قوي لأن برضو الزمالك لما ضم العيبة زي دونجا زي عمر السيسي ما يدروش أنهم يتقرموا سريعا مع الزمالك فالمنافسة في الزمالك أسهل لما تيجي تقارنها بالأهلي هكلمك في قصة محمود حمادة هعتطرق لقصة بوبو خليه نربط لأن ايه في نفس المركز ونفس الموضوع شوية بوبو مفيش مفاوضات خالص مع الزمالك خالص خالص ولكن دخل قصة بوبو كلها مع النادي الأهلي الأهلي هو اللي بيفاوض بوبو مع فيوتشر ومع اللاعب ووكيله أو الاتنين الوكلة اللي شغالين له القصة كلها ما بين الأهلي وما بين بوبو لكن دخل نادي مفجأ هو نادي برامتز برامتز تتكلم ديريكت مع فيوتشر وتتكلم مع اللاعب ديريكت وطلب رسمي ضم بوبو وقدم عرض أعلى من عرض النادي الأهلي وبينتظر رد نادي فيوتشر لضم بوبو بالصراع دلوقتي ما بين بيرومتزو والنادي الأهلي على ضم بوبو والأهلي حاطت محمود حمادة كخيار بديل تحسباً لفشل المفاوضات سواء مع بوبو أو فيوتشر يعني عظم كالعادة احنا ليس مكملين حواري ممتع النهار ده قوي مع هواري وجيمي بعد الفاصل نواصل جيمي بعد الفاصل عنده طواليس مواري مجندة في مواري الأهلي قبل النهائي هنجبكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى جيمي زي ما ترككم قبل الفاصل عنده كواليس مهمة جداً في مواري النهائي ده الأخير قبل المباراة النهائية تفضل رزي جيمي الراجل كان نحضر سيناريوهات كتير جداً تتكلم مع اللعيبة في المران الأخير ومع اللعيبة الكبار تحديداً واللعيبة الكبار كمان تتكلموا على أنه وارد نستقبل جول وارد نستقبل جول وارد أن احنا الملعب يقوم خنوق علينا ما تتكلمش خالص على قصة الجمهور لأنه كلم معهم فيها كتير من وقت مباراة الذهاب وقال لهم تأثير الجمهور وتأثير نفسي أنت طول ما أنت نازل مش خايف ما لكش دعوة أنت سامع إيه وما لكش دعوة جمهور مش ينزل ملعب الجمهور مش يلعب معنا ركز قوي على نقطتين مهمين يا كريم النقطة الأولانية قال وارد الملعب يقوم خنوق علينا جداً وارد ما نعرفش نسجل من سيت بلي في نقطتين مهمين جداً لو استقبلنا هذا فنركز عليهم الكرات السابتة سواء ركنيات أو كرات من عن طريق الجزاء وخد عشر دقائق كاملين من المران الرئيسي سواء في الكرات السابتة وعشر دقائق الكرات السابتة الفاولية تحولين الـ 18 اللي تقلق فيها بشدة بالمناسبة لعيب ما كانش أساسي ومحمد ما جدي أفش سجل مرتين واحد في مرمى محمد الشناوي والتاني في مرمى علي لطفي في المران اللي قبل المباراة السيناريجو التاني كانت الكرات العرضية اللي تقلق فيها بشدة عشان كده انت قلت اللي حصل خلال المباراة قبل الهدف اللي تقلق فيها بشدة علي معلول ومحمد عبد المنعم رغم تاني معرفة المدفعين بالن اللعيب كرات حط هنا إلى أنه كان محمد عبد المنعم مرتين سجل منهم واحدة في العرضة واحدة جول فيه خلال المران الأخير اللي الراجل وصل للعيب حتى لو معرفة مدفعين سجل من السيب بلي هنسجل من كرات سابتة أو هنسجل من دربة ركنية والراجل فضل يتكلم مع اللعيبة بعد التمرين هوقف مع الفرقه بالكامل وكباتل الفرقه كلهم اتكلموا وعلي معلولي كمان قبل المباراة مباشرة أنا كريم وما بينه الشوتين اتكلم مع اللعيبة قبل المباراة قال لهم احنا هنستقبل جول حتى لو استقبلنا جول مفيش أي حاجة احنا هنعرف نرجع ومش هنخرج من الملعب ده اللي احنا كسبين البطول الله عليك الله عليك أستاذ هوادي ناحة تانية فيما يخص أيضا نادي الزمالك الزمالك بيبص على مين دلوقتي بيفكر في مين دلوقتي مين اللي قدر يخلص معه دلوقتي طيب هقولك طلبات الراجل حلو أنا اتكلمت مع أسر له حلو ودي معلومة وسألت الراجل معنا واحد واصل اوه يا جماعة اتكلمت مع الراجل ديركت قلت له المراكز اللي انت عايزها ايه حدد لي تلات مراكز هو شايف انه دول اهم تلات مراكز عنده مدافع بيلعب برجل الشمال وبيلعب براسه ودي معلومة عند كل الناس عايز لعب بوكس تو بوكس ده بالنسبة له أولوية وعايز وينج بيلعب برجل الشمال هو شايف انه برضو دي عنده مشكلة في الحتة دي انه هو عايز وينج بيلعب برجل الشمال دخلني في الأسماء هدخلك في الأسماء مبدئيا دول أفرقه ماشي هل في أسماء اتحددت لا لسه لحد دلوقتي يا مرحلة ان انا بشوف السير الزيتاء كلها اللي معروضة علي ومين والدنيا ايه قلت انت في الانترو قلت البوكس تو بوكس ده ممكن يكون يحي جبران صحيح قائد الوداد اه حصل يعني حصل ان ده اسم من ضمن الأسماء ولكن هناك عقبها يحي جبران السنة فاته كنفري صح كل يعلم انه كنفري وجدد للوداد وكده الزمالك كان احد اهدافه واولوية وقبل التعاقد مع زكري الوردي كان يحي جبران حصل ان واكيل لعبين يحي علي وهو احد الوقالاء المقربين من ادارة الزمالك كلف اسلام الملاح واكيل اللعبين بالسفر لياحي جبران وبالفعل سفروا للمغرب وفشلوا في الحصول على توقيع اللعب فري هل الزمالك هيروح يدفع مليون ونص او اثنين مليون دولار ويشتري اللعب هل الزمالك فشل في ضم اللعب فري فهيقدر دلوقتي يدوم وهو مرتبط بتعاقد ففي صعوبة دلوقتي رغم ان البعض متحفز جوا ناد زمالك على ايحي جبران عشان القصة دي ان انت مفضلت ناشو انت فري فانا مش هدخل معك في التفاوض اسماء من الدور يا كريم مفيش اوي يعني بنتكلم على محمود حمادة ده خط نص محمد حمدي محمد حمدي امبي حصل مكالمات اتصالات لكن لحد دلوقتي زمالك ما تكلمش بشكل رسمي مع امبي حصل مع اللعب ومع وكيله من الناديين من الاهلي ومن الزمالك اللعب هدف للناديين ولكن في قصة محمد حمدي دي تحتنا يا كريم الاولوية بالنسبة لللاعب وبالنسبة لقدارة امبي انه يطلع بره خاصة انه فيه شركة تسويق اسبانية كلمت معنا اقدارة امبي وقصة زعيمان الشريعي وقالتهم احنا نجيب عروض لللاعب من الدوري الاسباني ويطلع يحترف في الدوري الاسباني فامبي مأجل البت في مصير حمدي لحد ما يحسنه القصة بتاعة الشركة الاسبانية دي هل الشركة هتبعت عرض الاسباني طب حمدي عنده زمالك بس وزمالك واهلي زمالك واهلي واخناق عليه خبالك ان الدوري برضو كريم مفرص لعيبة كويسة صحيح يعني انت برضو بتتكلم ما بتتكلم على بوبو بوبو زهر بقالوك هذا السنة سواء مع ديجلة او فوتشر السنة اللي فاتت او السنة دي لكن ما بتتكلم كعناصر العناصر الاوليال اول لكن برضو في اكتر من اسم الياس الجلصي يدخل حسابات الزمالك ومن يناير الياس الجلصي مثلا الزمالك كان بيخلص فيه في اخر يوم في يناير اخر يوم للتعاقد كان هيطلع سامسون ويضم الياس الجلصي لكن الصفقة وقفت مصطفى العش مدافع غزل المحل اسمه من ضمن الاسماء اللي دخلت حسابات الزمالك لكن مش ده المدافع اللي هيلعب برجل الشمال اللي الزمالك عايز يجيبه الزمالك هيجيب مدافع اجنبي بيلعب برجل الشمال دي 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 قصة محسومة بالنسبة لهم لان هم مش شايفين ان ده اهم مركز الراجل عايزه ومش شايفين اللي عيب في الدوري يقدر ينفس فكر الراجل يعني فمفضلين اكتر ان يكون اجنبي عظيم عايز وحلك في حتة بقى مهمة جدا حسين الشحات ميكمل مع الاهلي ولا لا وقل لي قبل فاصل واضح انا هحكي لك الحكاية والتفاصيل اللي كل حد يعني ناس كتير اتكلمت على قصة حسين بياخد حتة او بيعنده مصدر من ناحية يعني احنا جبنا العلوم من الطرفين والمشكلة فين وقف فين بس قبل اروح لحسين ااخد منك نص دقيقة بالزبط وقول لك نص دقيقة حمدي فتحي حمدي فتحي ناس كلها بتتكلم ان هو خلص خلص في قطر لا ابقى صفقة لسه وقفة الصفقة لسه وقف على ايه وقف على تفصيلة وحيدة تفصيلة وحيدة تفصل الفريق قطري ان هو اياخد حمدي فتحي كشرة نهائي من النادي الاهلي الا وهي نادي امبي ليه 20% من قيمة انتقال حمدي فتحي لاي فريق خارج النادي الاهلي اي بيع او اعارة او اي انتقال هاخد فيه 20% المبلغ متوقف فين الاهلي كان طلب 4 مليون دولار النادي القطري كان عرض 3 مليون دولار اخر عرضه بدأوه ب2 مليون دولار اخر عرض 3 مليون دولار الاهلي قولا واحدا اي رقم اقل من 3 و 6 من 10 الصفقة مش هتتم ليه 3 و 6 من 10 عشان الاهلي يبقى الصافي بتاعه 3 مليون دولار وال600 الف دولار يروح النادي امبي قولا واحدا اي مبلغ 3 مليون و 500 اهلي مش يخلص دي قصة حمدي فتحي الاتفاق شبه خلصان وقف على النقطة دي لو رفع الفريق القطري ال3600 حمدي فتحي خارج النادي الاهلي تمام ده حمدي فتحي نروح لحسين حسين الشحات بس قصة حسين الشحات فيه عجلة رقم واحد حسين الشحات اخر حديث وده اللي ناسه اتفاجئ بيه حديث تم مبينه وبين ادارة النادي الاهلي وحديث شافهي مبينه وبين ادارته ادارة النادي الاهلي للتجديد كان في رمضان اصلا في رمضان في رمضان مفيش اي كلام في تجديد في رمضان هو في رمضان كان في رمضان كويس بعدها جات فترة بقى الازمة والدنيا والدنيا مش افضل شيء فالدنيا وقفت تماما مفيش اي كلام يخص التجديد مع حسين الشحات وكانوا وصلين فترة رمضان دي لصيغة اتفاق وقفة على شوية عقبات بسيطة يعني الموضوع معدوش تاني وما تكلموش كل الكلام اللي تم كل الكلام اللي فاد عن عروض لحسين الشاحات من السعودية حسين الشحات ما عندوش عروض من السعودية خالص إجابتين في ني ولا عروض إجابت أنت عايش يابني ولا إيه أنا عايز أقول لك معلومتين قل قل وأنا عندي معلومتين قل ماشي حسين لحد قبل ما يسافروا مباراة الوداد كانوا بيتكلمهم معي تمام؟ بس الكلام اللي هو ايه في الخفيف. تعال يا جب. هو اعادات. يعني عشان برضو كانوا عايزين اللعب يلك كسر. صح. بس حسين انت مكمل معانا. حسين هنجلد العاد. وحسين انت بتقول من رمضان. من رمضان قاعدة. ماهي. مافيش اعادة. بس لأ كان فيه كلام. اه ممكن ما بقاش فيه عادة صح. بس فيه كلام طول الوقت. وكان بس الخلاف او يعني المناقشة عن فكرة نسبة المشاركات. هو عايز يشين نسبة المشاركات. صحيح. وهم عايزين يحطوا نسبة المشاركات. ده من ربضو. تمام؟ اه وقف. انا فهم. وفيه نقطة كمان. بس فيه كلام عليه. العرض السعودي. تمام؟ هنختلف شوية مع بعض. ماشي. ماشي. وخلي الايام بنا تمشي. ماشي. لا فيه عرض سعودي. وعرض ملنادي محترم جدا. مش قادر اقول اسمه. عشان لسه الموضوع مش رسمي. فمش اقول اسم. فهم هيدروا فلوس كتيرة جدا. بس يعني تعاني نتناش فيها كمان كم يوم. طيب خلينا اقولك بقى اسماء الناديين. يلا. اسماء الناديين. بالاسماء. اللي حسين عنده عروض منه. وعروض كبيرة. ما بين الرقم اللي هو عاوزه. مش اللي الاهلي عارضه. اللي هو عاوزه من الاهلي. مرة ونص. يعني الارقام اللي جاء له من بره. مرة ونص. تمام. الكويت الكويتي. الكويت الكويتي. ونادي قطري. هتحفظ على اسمه. احتراما للمصدر يعني. الناديين عايزين حسين الشحات. الراتب اللي هياخده. الراتب هياخده. مرة ونص. مرة ونص. قد. اللي هو عاوزه من النادي. مش اللي النادي عارضه عليه. حيلا. الاختلاف كمان. على الاعلانات. والاختلاف على نسبة المشاركة. وبند النادي الاهلي. عايز يحطه في كل عقود اللاعبين القادمة. ألا وهي. ان بعد. ان في اخر موسم. لاي تعاقد. لاي تعاقد. يبقى من حق ان النادي الاهلي يفسخ. دون. ان يدفع لللاعب. باقي التعاقد. ده مش عايز يعمله مع حسين. ده عايز يعمله مع كل اللاعبين. دول التلات اختلافات. اللي بقى لهم فترة. والحد هادي اللحظة. ما حصلش. قعدة تانية. علشان يخلصوا القصة. هاي. الاهلي منتظر ايه. الاهلي منتظر. خروج حسين من معسكر المنتخب. بقى وعدة حسين بعد مبارك جنوب السودان. ويبقى فيه قعدة. مع حسين ومحمد. لانه ما كان عنده وكيل. اللي كان بيسوا حسين خارجان. الوكيل ده فسخوا التعاقد معاه. بقى وكي. يعني بقى الوحيد المتحدث اسم حسين ومحمد الشحات أخوه. فالقعدة تجمع بين حسين ومحمد الشحات. ومسؤول النادي الاهلي. مباشرة بعد مبارك جنوب السودان. خاصة ان العبل الدوليين. هاخده راحة بعد مبارك جنوب السودان. حلو جدا. ولي انت عندك حاجة في موضوع حسين الشحات. اه انا نفس كلامك. المعلومتين اللي عندي فعلا. حسين عنده عروض خليجية. اه عنده مش عارض واحدة كريم. عنده اكتر من عارضة خليجي. والخلاف فعلا عزمة المشاركة. حسين عايز يلغيها. الاهلي رفض فكرة الالغاء في كل العقود. وبالمناسبة هي قصة. مش حسين بس في كل الالدية. كل اللعيبة اللي بتجدد في الاهلي وفي الزمالك. عايزين يلغوا نسبة المشاركة. لانه هو بقولك انا مش هدخل في ريسك. ان انا تتلغي دي 25%. فمبلغ كبير. كواليسك بقى في تجديد سيف الجزيري. او تمديد عقده. بمعنى اضطك يعني. وهل سيف جعفر هجدد عقده؟ هلا. مش نبدأ بسيف. انا دخلت في السفين على طول. وخد مسلوسة بقى الثلاثة موضوع. ناخدها كده باكت. مش مشكلة تنسي وتنسي وناخدها باكت. هبدأ بسيف فاروق جعفر. كان من يومين خرج رئيس النادي في تصريحات معلنة في مؤتمر صحفي. وقال لك انا بكرة اللي هو كان الجمعة عندي قعدة مع سيف فاروق جعفر. هجدد فيها واللعب عيوقع وهنقفل القصة دي. هل حصلت القعدة؟ لا. محصلتش. ولكن يوم الجمعة اللعب تلقى اتصال من رئيس النادي. بلغوا قالوا بكرة هنوعد مع بعض. اللي هو النهاردة. حصلت القعدة ما حصلتش. اللعب النهاردة لما تلقى اتصالات من ادارات الزمالك عشان يتم الاجتماع به. ولكن حصل كلام استطلعوا رأي اللعب. انت لسه موجود حسابتك ايه انت لعب فري فممكن تكون موقع. قال لهم لا انا مش موقع. ولكن انا اتفقت مع احد الاندي. طب موقفك ايه؟ قال لهم طالما انا موقعتش. فانا لحد دلوقتي انا مدي الاولاوية للزمالك. كنت قولتك قبل كده هنا كريم ان موضوع سيف مختلف عن موضوع يوسف. وسيف اقرب انه استمر مع الزمالك. سيف عايز استمر وعايز يكمل. هي مسألة وقت ان الزمالك يبلغ اللعب بقاعدة. النهاردة كان المفروض يعوده وما قاعدوش. خلال الكام يوم الجايين دول الزمالك هيبلغ اللعب باجتماع. هيتعرض العرض المادي. سيف ما عندوش مشكلة ان العرض المادي يكون اقل من النادي اللي هو متفق معا. ولكن مش جاب كبير. يعني لو هناك مثلا هياخد عشرة. ما عندوش مشكلة هياخد ثمانية في الزمالك. بس ما الجيش تقوله لا انا اخد خمسة. فالفروقات كبيرة قوي. فاللاعب رقم واحد بالنسباله. وقال للزمالك كده انا عايز اكمل. هو اللاعب شايف ان المكان فاضي. مش هدخل في منافسة كبيرة. اطلع مثلا انا اروح برامدز منافسة برضو. بالنسباله هو الزمالك. والنادي اللي اتربى فيه. وهو شايف انه هو مع الزمالك. هيبقى تجربة افضل بالنسباله. انه اطلع في اي حتة حتى العروض الخالجية. لان اللاعب كان عندو عرضين من الامارات. منهم نادي ارسل وفد. قعد مع وكيل اللاعب في القاهرة. من فترة. من اسبوعين ثلاثة. اللاعب كل الاولاية بالنسباله. والزمالك. ومستني الزمالك لحد اخر يوم. او اخر مباراة في الدوري. عقده يكون خلص. وقتها هيحدد مصيره. لو الزمالك مجددلوش. خلال اليومين. لكن اقولك الزمالك هيجدد لسيف خلال ايام قليل جدا. طيب. ده سيف. سيف مين فيهم؟ سيف فاروق جعفة. فاضل لك معايا. سيف الجزيري وحمزة المسلوسة. سيف الجزيري الزمالك جددله لسبب واحد. سيف كان عنده مشكلة في موضوع الضرائب. وكان بيتحمل هو الضرائب من اول سنة جاي فيها الزمالك. فالزمالك حب ان هو يعني زي ما بنقول كده يراضي اللعب تردية مالية. فمدله سنة. وفي نفس الوقت هو اللعب كان عقده فضله سنة. فطب ما نزود سنة ومدد سنة. عشان يكون اللعب معايا تحسبا لاقي ظروف. الزمالك عنده ازمة كود. فوارد الامور تطلعبط. فيبقى معايا. وارد الزمالك فكر في انه يبايع اللعب. طبعا. مش تفيدنا. في نهاية الموسم يناير الجاي. فيبقى برضو اللعب عقده ممتد. ونقدر ان انا تفاوض في الاول او في الاخر. هو ورقة ربحة للزمالك في التفاوض لانه لعيب دولي. لعب كسعالم من كم شهر. موجود دايما في معسكرات منتخب تونس بستثناء المعسكر الاخير. فالزمالك فضل ان هو يراضي اللعب عشان كده مدد له سنة. للحسابات اللي قلتها لك. ممكن ازمة كود تعمل ازمة. وايضا زي ما بقولك ان الزمالك يفكر يبيعه مستقبلا. حمزة المسلوسي. حمزة الزمالك عايز يجدد له لان ضيق رغبة مشتركة. ما بين المدير الفني اسوريو وما بين قدارة الكرة. اسوريو شايف ان حمزة لعيب مفيد ليه في طريقة اللعب. هلعبه بقريت هلعبه هلعبه سير دباك هلعبه 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 تفندر هلعبه. يعني اما دخله نص الملعب زي ما اسوريو بيبتكر في تشكيلة الزمالك. فبالنسبة له لعب مفيد. فالراجل من ضمن الطلبات اللي طلبها قالك يستمر معايا. في نفس الوقت هكذا رغبة لقدارته الكرة. لعب مريح ما بيعملش مشاكل. مؤدي بشكل جيد في الملعب في اي مكان. حتى لو هو ما بيقصرش الدنيا لو هكرنه بعالي معلول الفرق كبير اكيد. لكن الزمالك شايف ان هو مفيد ليه برا الملعب وجوه الملعب. عشان كده كان في رغبة نواية. صحيح. هلنستم كميرين مع حضراتكم بعد الفاصل. نواصل خليكم معايا. موسيقى يهلا بحضراتكم. هذه الفترة زي ما بيقول لها كده ايه فترة حرة لمحمد جمال. عشان عايزه يكلمني شوية عن مارس الكولر. شفت من جرسه وقال والله. كلمني عن مارس الكولر. عايب اللي هو كلمني عن نفسك شوية. مارس الكولر يا كريم. كلمني عني هنا كتير اوي. اوي. وخليني اقول لك حاجة لطيفة في البداية. قابلته بعد المباراة مباشرة. وكان معاه المترجم تعود دكتور خالد الجوادي. والراجل يعني اثنى على المسندة اللي بيتم مسندتها. وعلى الكلام العقلاني والمنطقي. حتى في وقت تعثر الفريق. اللي كان قليل قوي المسم الحالي. وقاتنا على البرنامج. وقاتنا على ما يتم تقديمه. دي شهادة حق ابا والهلك. وقال لك على الهواء. انت متوضع يعني. أثنى عليك يعني. عارف انت اللي هو مش عايز يقول أثنى عليك يعني. أثنى عليك. أثنى على المرنامج. أي رجل عصارك. دواء الجمال جميل. بس هو أثنى فعق أثنى لك التواف. أثنى على جمال جدا والكلام اللي يبقى. دي النقطة اللي عني. النقطة التانية. مارس الكولر يا كريم. هو أعظم مدرب في تاريخ النادي الأهل الناس. هتتغضي شوية من العلمان. عشان عقصنا عليك. لا. لا طبعا. أعظم مدرب في تاريخ النادي الأهل. ايه؟ هقول لك. اه. عشان في الناس بلوقتي. انا هحط لك ما بين قصية. بتخلص عليك. فتح رابته كده وقال لك. الحق مان والجوزي. مان والجوزي. مان والجوزي. طبعا. للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي. مدرب تكون نسبة نجاحه مية في المية. لم تحدث. 100% في أول موسم. 100% في أول موسم. الموسم الأول لأي مدرب في تاريخ النادي. بها فيهم عظماء. ديت ريتش فيت. مان والجوزي. موسماني. اللي جاب 2 متورة أفريقيا و2 سوبر للنادي الأهلي. قبلهم مارسيل كودر. دي انجازات الراجل لحد الوقتي. 2 سوبر مصري بطولة كاس مصرا. يرسل للفوز بطولة الدوري. ودوري أبطال أفريقيا. نسبة نجاح مية في المية. لم تحدث في تاريخ النادي الأهلي على الموسم الأول. لأي مدير فني مصري أو أجنبي. يكون نسبة النجاح فيه مية في المية. ما شاء الله. ملو الجوزي الأول فى أتلاحeria مدير處 نcje في الموسم الأول فسب دوري أبطال أفريقيا فسب السوبر الأفريقي. لكنه لم ينجح فى الفوز بأى بطولات محلية. ذات لك�ires. لو مسام الفين واحد. في موسم الفين واحد. اول فبترا لى ملو الجوزي مع المنادي الأهلي. ن FAZ بال氣زاو المسلماني. nanreen tôm abd, vs. LFT.. بicks Irisco. كان له الصوم الحقيقة. بينما خسر الدوري المصري واللزم ده في الموسم الأول، الموسم الأول. بقرر هنا. بقرر هنا. انت لما بتقول انت لما قلت دي الوقتي مرسل كرة. اعظم مدرب في تاريخ النادي الاهلي ما بين قوسين في موسم الأول. حلو كده. حلو كان بالعيدة المرة الرابعة. انت بتجال بتوستوشن ماديا. اكتبوها ازاي. اعظم مدرب وحاط بين قوسين. او ما يسوها اعظم. ما تبعثها بمسيجو خلاص. اللي بعد دي كان داية ريتش فايتسا. داية ريتش فايتسا واحد من اعظم مدربين وغيروا طريق طرق اللعبة مصر كلها. موسم تمانية وتمانية وتمانية وتسعة وتمانين. كسب دور مصري. كاس مصر الافراسيوي وخسر دوري ابطال افريقيا. وبالمناسبة هو ما بدأش البطولة دي. لكنه استلم الفريق من دور التمانية وودع امام بطل الكزائر في النسخة الحالية. مرسل كولر. اعظم موضف بيقولي اجابة سريعة. قولي. كولر ولا بيتسو موسمي. كولر. قولا واحدا والله كولر على طول. على طول. كولر واجدد. هلو في ليلة. من ناحية ايه? اقول لك يجب السريعة. ما انا بقولك من ناحية ايه? هقارنج ايه? هنا فينا واحد كتير. كفتولات. بص ان ليه رأيه هقولولك سريعا يا كريم. منظومة الاهلي نجحت كولر. ما هو مدرب كبير مباطعش فيه. منظومة الاهلي الفنية نجحت كولر. فصاء لو حطته ومع الزمالك كان كولر هينجح? اجابة سريعة. لا وتقولي شيء اي لا. الله سألتك على كل الوثنين اشتغلوا. فانا بسألك على اليوم. لكن اللي فعينت من غيب الله واعلم. يعني. لا انا شايف ان فرر افضل. اه. فنيا كطريقة لعبة كاسلوب. اه. لو سألت لعيبة اتمرانه مع يعني هنا وهنا واعتقد في لعيبة مع الاهلي ممكن تقولك فرر افضل. اه. فرر افضل من. وقت نظر. رأيك ايه? اه. مفيش مدير فاني بقولك اعظم مدرب. اعظم. احنا خلي بالك ان لو خدت بالك من العنوان اللي قبله. اه. هتاخد بالك انه لا يقارن. لان انا بقى اتكلم حتى على المنظومة. على صعيد المنظومة. هي المنظومة سابتة. الاهلي شي بي سابت المنظومة طول الوقت. فانا لما قرنته حتى بناس نجح وانا مقرنتهش بقية المدربين. انا قرنته بعلامات في تاريخ التدريب في النادي الاهلي. وقلت لك هو الانجح. في موسمه الاول. فطبيعي ان هكارنه بأي حد تاني طبعا مرسل كل اريان. لا. بس انت المؤتل الكلار افضل من المسلماني ده في المطلق ولا عشان الموسم الاول. لا. من المسلماني لا طبعا في المطلق. انا بتكلم على بقى اجمالا. منور جزيه قصة تانية. ومعدل استمرار النجاحات. اه خمعان جوم. لكن معدل استمرار نجاح منور جزيه قصة تانية خالص يعني. طيب. دي نروح لمنتخم مصر. يلا. منتخم مصر. اه. ايه موضوع ان فيتوريا ممكن يمشي وعنده عروض وقصص زيك. انا سألتوا على فكرة في المؤتمر. ساعة قبل ما اقول لك اللي جابة اللي قال هالي. عايز اسمها رايك لك. عشان سألتوا السعادة بشكل واضح. بس المؤتمرات مختلف شوية الامر. طبعا. المؤتمر بيقول كلام رسمه وقدام الناس طبعا. 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 ما فيه الشكة كريم ان الراجل حقق نجاح في فترة اسيارة مع منتخب مصر. صحيح. تتكلم ان ست مطشاط الراجل لم يتعرض للخسارة منتخب. بدأنا نشوف شكل هجومي جيد للمنتخب. فيه اسلوب لعب واضح. طبعا. طبعا. لعبة فيه شكل. فيه. اختيارات كمان. لسه اعلمك عليها. شايفين ان الراجل كمان نازل بالسن. طبعا. ودي ميزة كبيرة جدا. كنت انت قبل كده في سنين سابقة بتعتمد على لعيب اكبار. ولو لعيب واحد غاب. ما فيش. لا انت دلوقتي الراجل ما عندهش اي مشكلة. خط نص المنتخب بيتغير بالكامل. خط الدفاع بيتغير بالكامل. ما حسيتش بقى اي فروقات بعيدة. الراجل تلقى عروض. تلقى عروض رسمية. رسمية. بيفكر في الرحيل. ما بيفكرش في الرحيل. هو شايف ان فيه مشروع عايز ينفزه مع المنتخب. حقق جزء بسيط منه. بسيط جدا. 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 هو التأهل ليه اللي كان. ولكن لسه الراجل عنده ترجط حطه. عايز يتوج باللقب. عايز يروح كاس عالم. هو بالنسبة له الهدف البعيد او الهدف الاسمة. هو الوصول لكاس العالم. لانه عارف ان التاريخ المنتخب راح تلقى. اقول لك. اقول لك. انا مسألت عشان هو فتغلب. قال نفس الاجابة. انا ما سمعتوش بالمناسبة. من اقول لك. انا سألته بعد المباراة على طول في المؤتمر صحفي. قلت له العروض. انت بجي لك عروض. وهل مكمل مع المنتخب. هلأ مبسوط. هلأ. قال. انا طبيعي بيجي لعروض. انا طول الوقت في حياتي التدريبية كان بيجي لعروض. وفي عروض دلوقتي موجودة. بس قال. طول ما انا بحقق اهدافي مع منتخب مصر. وتحقق منها. هدف النهاردة هو التأهل لكاس الأمم الأفريقية. وطول ما انا علاقتي جيدة مع اللاعبين. فانا مبسوط مع منتخب مصر. ومكمل مشواري معا. قديك بس حتة أخيرة سريعا. هو زعلان شوية من اتحاد الكرة. قصة ان الاتحاد ما بيسانيتش ما. وقال دي بالمناسبة. انا والله ما سمعته. لا لا. انا بالعكس انا ما احبك بأكد على كلامك يعني. قال ان هو كان زعلان شوية على قصة بتاعت غينيا وتحديد الموعيد وكرة اتحاد الكرة في الكافة. واللي حصل في المؤتمر كمان اغضبه اكتر. اه اسف في التمرين الاخير اغضبه اكتر. اللي هو الساعة. اه والزبط هو شايف ان فيه اه فجوة ادارية او فيه. لا ما فيش كوة. هو اهو دينم دايقوا. انه عايز اتحاد الكرة. مش عايز اقولها يعني. لا اهو قالها في المؤتمر الصحافي قبل ما يسافر لو تفتكر. رماها يعني في النص كده. قال لا يا جماعة انا بتكلم على اتحاد مصري كبير. انا حضرت المؤتمر الاولاني اللي كان في مصر. انت اما بتتكلم على المؤتمر وبتكلم على المؤتمر بعد المطش. لكن انا حضرت المؤتمر الاولاني هو بتاع اعلان القيمة. بالزبط. الرجل اكريم تقريبا لو ونؤتمر ثلاثين ديئة خدوا عشرين ده بكلام القصد. برافو عليك. مظبوط. سجليمي. فضع كده. قديدك مساحة تتكلم على كل شو. راحتك. عايز تتكلم على حبيبي اوي بقى. حبيبي وصحبي وكفاءة. تمام. وبسيط. انت قلتلي انه كرة الاعظم مدارب في تاريخ النادي الاهلي. صح كده. مظبوط. وفاقنا اختلفنا ده رأيك. صح. تمام. وأنا رأيي ان عالي معلول احسن محترف في تاريخ النادي الاهلي. عالي. افضل محترف على سعيد الارقام والانجلسات دخل الكره مصري. مش النادي الاهلي. بشكل عايب. يا بوس ما فيش أي لعيبة تحطه ما بتسأل أي حد حتى في أي نادي تاني ممكن نتكلم بقى بأصل ده أحرف من ده ده أحسن من ده ده كوالتي أحسن من ده إنما على صعيد الإرقام والاستمرارية لا مقارنة بأي محترف بما فيه محترفين النادي الأهل علي معلول هو أفضل محترف دخل النادي الأهل إذا ما تكلم على ظهير أيضا في 247 مباراة ومعنا جريفريت لو نلحق نعرضه 247 مباراة الراجل مسجل 44 جول وصنع 74 بتكلم على معدل إسهامات لباك ليفت لباك ليفت بتكلم على هدف كل مباراتين يعني يبيسجل يبيصنع هدف كل مباراتين سبع سنين من العطاء ومعنا فيديو مدته 20 سنة ياريتنا عرضه علشان دي كانت اللحظة التاريخية اللي دخل فيها علي معلول وتقارب ما بين الحال حالة القائد وحالة نجم كان جاي نجم علي معلول جاي كابتن مع السفاكسي جاي كابتن السفاكسي هدف الدور التونسي نعاطيقنا عنها نجم علي الفيديو سريع إذا قل شان عبد البلو اللي خلصه أعتقد ده الفيديو اللي عايز أتكلم عليه ده لاحظة تاريخية لتوقيع علي معلول مع النادي الاهلي في وقت دارة المجلس السابق لنادي الأهلي وزميلنا أحمد حسين ميكي يومنا أول الدنيا آه طبعا آه طبعا كشبه لك أنت طبعا ميكي إيه دو ميكي إيه دو آه في طبعا فرحان دلوقتي قعد في كوتروف أقول لك مفاجأ أعرف أن الزمالك كان بيخلص صفقة عري مع الأول دي لا أولله وقبل ما يعني الشخص الزمالك كان يسفره تونس عشان يخلص صفقة عشان عبد الرب وكلم الشخص ده وقال له ما تسفرش عشان أنا خلصت وجاي باللعب في الطيارة أوبس يعني علي معلوم كاموكي بقى في النادي الزمالك دلوقتي آه مفاجأة دي آه مش فاكر هذا آه أنا مش فاكر طبعا لديه سبع سنين سبع سنين يا كريم السورتين معلش ترغبونا الفيديو تلت سواني بزرق آخر تلت سواني من الفيديو ما بين علي معلول قائد السفاقسي ما احترمنا لكل السفاقسي طبعا لكن كانت نقلة كبيرة بالنسبة للانتقال للنادي الآهلي للحظة اللي بيبكي فيها علي معلول إحساسا بالمسئولية ودي المرة التانية اللي بيبكي وقفت معاه بعد المباراة مباشرة أنا كريم وقلت له قال لي أنا مش بس الضغوط ومش بس الملعب أنا تعرضت لها كتير لكن ضغوط والمسئولية ناحي الجماهير النادي الآهلي بعد المباراة الأولى لإحساس أنه ممكن البطولة تضيع حتى ولا أنا كنت عملت قبل كده لكن دي هقفوة كانت مني دي اللي بتقولك الصفقة دي سبع سنين من النجاحات سبع سنين من الاستمرارية لجند مسطورة علي معلول مع النادي الآهلي طيب تجين الحاجة بقى الجدلية للأسف يعني مش بتخلص يعني السؤال ده مكرر كهربا حكاية رايحة فين الجرامة والإقاف والوضع إيه مستمر الكست بتاع الكهربا وقف فين دلوقتي طيب في حقيقة واحدة في الموضوع ده كهربا هيدفع هيدفع خلاص دي عرفنا ده يعني القصة خلصة ودي كله صدق عليها محدش عال ولكن كيف تحرك الزمالك لإقاف كهربا مجندة ليه بقى هتوقف الراجل اللي مش هيدفع الغرامة لا يدفع لو ما دفعش هل حد عنده معلومة دلوقتي عم عد للدفع لا محدش عارف اللعب يشارك حتى معرفش لو ما دفعش هيحصل له ايه لا هو لو ما دفعش كده كده أنا أقصد يعني هيحصل له ايه لا قاف ستشورك انا فهم أقصد إمتى هيتوقف إمتى هيتاخد قرار الإقاف ما أنا أقول لك بقى م Saudi القصة دلوقتي او القرى دلوقتي في ملاعب الزمالك هو الزمالك اللي معاه المفتاح دلوقتي ليه الزمالك يبعث يقولك أنا ما أجاليش الفلوس ولا يعبي ما سدتش تمان العقوبة انتهت ولا يعب إقاف وانتهى وبيشارك وما سدتش الكهربا هيتوقف تاني الزمالك مستني هال الزمالك يعبعد دلوقتي الأهل خدت دوري وقصة حسنة خد أفريقيا ما فيش منافسات ولكن الزمالك بيفكر فيه الزمالك بيفكر أن أنا هستنى شهرين ثلاثة قبل الدوري أروح جاي بعت الخطاب اللعب ما سددتش وبالتالي اللعب أتعرض للإقاف لو إحنا بنتكلم لو كل الفترة دي كهرباء ما سددتش لغرامة فالزمالك مستنى قبل الدوري أو قبل ما الأهل يدخل فيه المنافسات عشان الفترة الإقاف تكون ممتدة يعني الست شهور اللي توقفهم في فترة لعب بالنسبة لكهرباء دوري وأفريقيا ومنافسات فالأهل يفقد عنصر منها ده تفكير الزمالك لكن أنا كزمالك كنادي بيفكر دلوقتي لو وقفتوا دلوقتي فيه ثلاث شهور ضيعين لحد نتكلم سبعة، ثمانية، تسعة لحد ما الدوري يبدأ ومنافسات البطولة للنسخة جدا من أفريقيا هيبقى نص للإقاف ضع في لا شيء يعني فزمالك التفكير دلوقتي أنه يفكر اللعب يتوقف إزاي؟ هل كهرباء يسدد؟ كهرباء يسدد النهاردة بكرة بعده كهرباء يسدد عشان خلاص كهرباء رجله تحطت في الملعب مش هيستنى أنه يتوقف تاني مصبوط هايز على القصة الكهرباء في عشر ثواني طيب كهرباء حتى لو زمالك أرسل لن يتم إيقاف العقوبة واضحة وصريحة ثلاث فترات قيد هالفترة القصوى الثلاث فترات قيد ينتهوا إمتى؟ ننتهوا مع فترة القيد اللي جاية الزمالك بعد دلوقتي كهرباء برضو هيتوقف إمتى؟ هيتوقف بعد نهاية الموسم بدايةً من الموسم القادم إزاي معة بعد شهر هيتوقف بداية الموسم القادم يتوقف عال ثلاث شهور هيتوقف بداية الموسم القادم كل لحوال اللعب هيتوقف بداية الموسم مع المعلمة اللي عندي إن هو هيستدد قبل الفترة القادم أنا معي تقريباً دقيقة ونص يلا بي ما أريدتيした كذب الرائع يحاول خطف بطولة السوبر ليج يحاول خطف بطولة السوبر ليج وتحويل نظامها يعني يحاول استضافتها على أرضه اللفظ يعني يحاول استضافتها على أرضه وتحويل النظام من أن هي ذهاب وعودة كما هو معروف حتى الآن وأنا بقول محاولة لسه الموضوع لما ينتهي الجامعة الملكية المغربية والأستاذ فاوزي الأقجع بيحاولوا نقل البطولة البطولة مجمعة تقام بالكامل في فترة العشرين يوم من عشرين أكتوبر لعشر نوفمبر في المغرب لأنه الودات كده كده مشارك في البطولة أما فيما يخص ما هو معلن حتى الآن إحنا بنتكلم على تمام فرق هيلعبوا ذهابوا عودة بنظام خروج المجلوب حتى المباراة النهائية عرفنا من مصادرنا أنها تبقى على مباراتين الاتحاد الأفريق لم يعلن حتى الآن المباراة النهائية تبقى إيه المباراة النهائية هتكون إيه؟ المباراة النهائية هتكون على مباراتين لسه الاتحاد الأفريق ما أعلنش نظام برانا يوم براحدة الاتنين. بس انا بقولك ان هي يكون على مباراتين. المغرب لو خدت البطولة هتتحول النظام البطولة لبطولة مجمعة مش بخروج المغلوب وهتبقى مجموعتين. ده فيما يخص محاولات المغرب لاستضافة البطولة للسوبرليج. فيما يخص على كمان صورتين من استاد القاهرة. استاد القاهرة بدأ يا كريم النهاردة. ومكن ده بعض الناس شافته وتسأله حتى هو ليه في اصلاحات في استاد القاهرة. دي تنفيذ مطالب. تنفيذ مطالب سوبرليج. لاجراء اصلاحات لمقصورة الصحفيين. وبعض الاصلاحات الداخلية. لكن دي فيما يخص مقصورة الصحفيين. ونشوف الكراسي كلها متشالة. الكراسي. وده طبعا الفرق اللي اتأهلت المستوى الاول ومستوى التاني. فرق المستوى الاول هتلاعب فرق المستوى التاني في مواجهة ذهب وعودة. بالقرعة اللي هتبقى يوم 15 يوليو. الاهلي الوداد الترجي ساندونز ومش هيلعبوا بعض. الاهلي والوداد ومش هيلعبوا بعض في الدور الاول. هيلعبوا فريق من الفرق اللي فيه الصف التاني. الاصلاحات اللي بيعملها استاد القاهرة دلوقتي. عشان بطلت السوبر ليج بالتنصيق معهم. بالمناسبة اربع ملاعب من التمانية كان مطلوب منهم اصلاحات. منهم ملعب الوداد زون ستة تم الانتهاء منها. قبل مباراة الاهلي والوداد الاخيرة في مراقب محمد الخامس. جمعا انا بشكرك شكرا جزيلا. يعني امتعتوني النهاردة. شكرا جزيلا. بس اتوانا معاك. شكرا. حبيبا. حبيبا. ده كان ختام حاليتنا النهاردة من رقم عشر. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب.